شد وجزد خد وهات وهات واخد بص شوت عت فوت لأ ما لعوبة حيلو عمو ما تخافش على الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناتي الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة مسماني الذي أراضوه تسماني ناخد بالنا بقى ولا إيه؟ أهلا بيك يا بشمانس أهلا بيكو عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة سبعمية خمسة وخمسين انت بدأها بتحذير لما تشوف المشهد اللي فيه مصايب أيوة في اتحاد الكورة والجوابات المخفية وقرارات الاتحاد الدولي والالتفاف عليها وما يحدث من صخب وتجاوزات أمام الرأي العام ثم المنتخب ما يحدث له ومنه كل ده سيبينه على جام هم مسماني وكأنه تسماني عاصف حيجرف الأخضر واليابس لا يتحدثون إلا عن موضوع مسماني والنادي الأهلي معين الموضوع واضح وضوح الشمس لما تسألني هقولك هسألك وحناش ده كله لأن الحلقة الحياة فيها عنوان كثيرة هذه أبرزها مقالي ومقاله خسارة موجعة فهل تكون كاشفة؟ الغربال نعم لك وليس منك بعضمة لسانه خطاب العطار ولعبة الصغار والشموى الحمراء عن النبيل إسماعيل داود لكن أسرار الملك فيها سلوك يعيش دائما وأخيرا مجلاتنا اليوم ومن أربعين سنة قبل ما ندخل في التفاصيل خلونا نبارك لنجم مصر العلامي الكبير محمد صلاح ربطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا منحته اليوم جيزة أحسن لعب في الموسم والحقيقة تفوق صلاح هذا الموسم بهذه الجايزة على خمسة من النجوم الكبار دي تاني مرة صلاح يأخذ هذه الجايزة المرموقة هو عبر عن ساعدته وكونها إن هي جاية من اللاعبين نفسهم إنه يبقى فيه تصويت بين اللاعبين المحترفين فيفوض صلاح متفوقا على كيفين دي بروين منشستر سيتيو ساديو مانيه وفاندايك ليفربول وكريستانو رونالدو منشستر يونايتد وهاري كين توتنام فيكون ده إنجاز كبير لصلاح اللي كان خد نفس الجايزة في موسم سبعتاشر تمنتاشر وتوج هذا الموسم بجايزة هدف الدور الإنجليزي بالإضافة إلى جايزة أفضل صانع لعب بعد تسجيله تلاتة وعشر هدف وتقديمه تلاتاشر تمرير حاسمة في خمسة وتلاتين مباراة عشان يحقق صلاح بهذه الجايزة الجايزة تسعة وخمسين في مسيرته في الدور الإنجليزي في حصد هذه الألقاب الفردية طيب بعد ما نبريك له أنا نشعر بالأسى على دلالة هذا التفوق الكاسح لواحد من أفضل لعيب العالم موجود عندنا ولا يحدث الفارق معنا ده دليل إن إحنا وضعنا الكروي محتاج مراجعة جمد جدا وما يحدث اليوم أو ما حدث اليوم لا خلاص بقى ما حدش نحلل ونتكلم كتير في حاجات بقت واضحة وضوح الشمس يعني واضحة وضوح الشمس عشان كده لابد من ضربة البداية مع مقالي ومقاله خسارة موجعة فهل تكون كاشفة منتخب مصر النهاردة خسر خسارة موجعة فعلا نخسر من أسيوبيا 2-0 في ملاوي فتتساوى الأربع منتخبات في المجموعة الرابعة في تصفات الأمم الأفريقية لنهاياتها تكون في الكودفوار السنة الجاية الأربع منتخبات تتساوى فيه 3 نقاط كل فريق 3 لأن إحنا خسرنا من أسيوبيا أسيوبيا كانت خسرت من ملاوي ملاوي النهاردة خسرت من غينيا اللي كانت خسرت من مصر فاشتبكت المجموعة لكن الأداء والمستوى الهزيل للمنتخب أعتقد كان موجع جدا أنت بتقول كاشفة؟ هي كاسفة؟ كاسفة طبعا لأن أنت بتلعب عارف لو بتلعب أسيوبيا في أسيوبيا كنا حنقول والله الضغط والمنخ والأكسجين لأن إحنا متعودين نتعب في المنخ ده لكن انت بتلعب في ملاوي أخذ بالك فأنت هتعمل هي مع ملاوي اللي كذبت أسيوبيا أنت أصبح مش مش مطمئن أنك أنت هتتأهل ضمن فرقتين في المجموعة دي هو الوضع كده معناه إيه؟ الوضع كده معناه إيه؟ أن إحنا الكرة المصرية اللي إحنا مو نشغلين عن النهوض بيها وعملين بس نشتغل على بعض ونخب جوابات ونزق في حاجات غلط ونعرق لحاجات صح لا إحنا مو نشغلين للكرة المصرية أستاذ إبراهيم وكل يوم والتاني محتاجين دليل يعني تلعب على أرضك تطلع قبل دور التمانية في كأس الأمة الأفريقية يوم ربنا يكرمك وتروح كأس العالم تروح تتزيل مجموعتك اللي فيها السعودية وتأدي أداء يعني مخجل وبعدين تسمع كلام يقولك هنحقق ولا محدش حقق أو بيحقق أو بيكتشف عاجات مش عايزين يعلنوها ما هو فيه حاجة محيراني ومحيراك ومحيرا الرأي العام الذي عزف تماما عن فكرة بقى المنتخب يلعب كات الناس بتندفع إلى المدرجات وتعيط عند التعادل أو الهزيمة أو التهديد لأن النهاردة إيه اللي جرلنا أخطر حاجة يا سيد إبراهيم أنك تصل إلى حالة اللام وبلها دا دليل نكرمية طوبة كل حاجة طيب خلينا نمسكها واحدة واحدة أنت بتقول الناس كانت بتيجي المدرجات وسعيدة وبتشجع غياب الجمهور جزء مؤسر لأ أتبع غياب الجمهور دولة احتياري يا إبراهيم هو أنت لماتش اللي فاتن ملعبته مش كان ممكن تستقبل عدد أكبر من كده بكتير ومسموح لك في ملعبك إيه اللي خلي الناس مرحيتش شعورها بإني مفيش حد سمع لهم مفيش حد مهتم بالكورة منشغلين أو فيه مصالح ديقة قوي قوي يا جماعة طب هقول لك حاجة هنحسن النية والظن ما خلاص بقى المجموعة اللي عمالة خادت الفرص دي كلها تعالوا نشوف حلول أخرى يا أستاذ إبراهيم إحنا تعيل لنا ما حدش راضي ليه وقف قدام النصيبة دي تلت سنين بنضار بموظفين تبع الفيفا عشان حصل فراغ إن في مجلس مش طب وهي يعني التاني يوم الصبح يبقى في انتخابات لاحيتك ما بتقولش كاته مين يا أستاذ إبراهيم تلت سنين لاحيتك ما بتقولش خلاص إذا كنت عايزني تنكشني عشان أقول حاجة أنت عارفها قولها في إرادة في إرادة كان إن إحنا نعمل انتخابات ناخد فيها تلت سنين أنا أرفض من أول يوم من أول يوم الليحة بتقول مدير الاتحاد التنفيذي يدير لأقرب انتخابات وخلال ثلاثة شهر يكون عامل انتخابات في إيه يا أستاذ إبراهيم محدش كان عايز يحصل كده الذين يحركون كرة القدم هم هم كانوا عايزين انتخابات أعراض لا أنا اللي حعلق الجرس الوحدي حعلقوا معايا طيب خلينا نقول لا لازم تقول مش هزيبا لا لازم أقول أنه أنت بعد الإخفاق للمنتخب الوطني في بطولة كاس الأمم الأفريقية تم حل مجلس الإدارة استقال هانيا بوريدة ومجلس إدارته اللي يحل المهندس عادلي بيقول عليها بتقول أن المدير التنفيذي سروة سويلة كان وقتها يدير الاتحاد لحين أعرف جمعية عمومية وادع الانتخابات فجأة اكتشفوا أنه هاني أبوريدة هو اللي بيدير سروة سويلة فاستقال سروة سويلة فحصل فراخ كامل لا في مدير تنفيذي ولا في كمان مجلس إدارة لا أستقالوا ولا أستقيل الاثنين أستقيلوا المجلس أستقيل وسروة سويلة مستقيل هاني أبوريدة لما كان بيدير بيدير صروة سويلة ما قدرش اللجان من هكمل لك انت فجأة يجيه حصل فراغ اللايحة اللي انت ماشي عليها تطلب تعديلها فبقينا تجيب مجلس ادارة يعمل اللايحة نظامه يعدله ولا يعمل ايه تدخل هنا بوريدة وتدخلت وزارة الشباب والرياضة وتدخل الفيفا وجدت فاطمة سمورة الفترة لغاية لما بالتوافق مع الاتحاد الدولي لجنته نعمل لجنة الرعاية او اللجنة الوصائية اللي المهندس عادل بشيرع عليها جه العمر الجنيني ادار بلجنة خماسية فاتهم ان هو خرج على الخط الدولي ففجأة راحوا مقعدين ما تيجي تتوقف عند الاختيار اصاز برايب اجيب عمر الجنيني بصفته الخبير اللي حينقذ مصر يعني الاختيار ده ايه معناه يعني بتسيب كل الناس اللي ممكن لو دخلت تنجح وتتبت وبعدين يمشي ويجي لك لجنة سلسية اصبحت اوحدية تدحول الى اوحدية من اول يوم فكان كل ده بسبب الفراغ اللي حصل من ديوان لو كان مجلس الادارة بتاع هانيا بوريدا استقال وصروت سيلم عمل انتخابات كانت تنتهت المساعدة لكن الفراغ اللي حصل خلنانا في ثلاث سنين الثلاث سنين حصل فيهم هذا التراجع لكن هذا التراجع هو وليد اللحظة يا استاذ بريم والله يعني المستوى المستوى شوف العنامان حتلاقينا بنتكلم في نفس الكلام في نفس المشاكل مش معقول احنا مش عايزين لين يمشي زي العالم ما هو ماشي هو العالم يعني هي سر ادارة كرة القدم دي سر يا سيدي ده اعلى اعلى سلطة كروية الراجل اللي قاله ما عادش يقدر عليه بلاتر لا تم الإطاعة به بلاتيني اللاعب المعجزة بيحاكم النهاردة تاني هو بلاتر انت انا مش عايز حد يتحاكم مش مش ده هدفنا بس والنبي جربوا قيادات كروية حقيقية تستطيع ان تنهض بكرة القدم المصري ما نعيش في نفس الدائلمة استاذ براهيم احنا عايشين عشان نحق لناس اهدفها كرة ان تصبح الكرة المصرية سلما لسعود الافراد الى المناصب الدولية لا احنا عايزين العكس طيب الكابتن ايهاب جلال بعد المباراة في تصرحاته قال لعبنا المباراة سيئة جدا بيشتكي من سوق ارضة الملعب قال ان احنا كنا بنفقد الكرة بسرعة غير طبيعية خسرنا المباراة في اول 45 دقيقة محدش من لعبتنا كان في حالته لما رجعنا الشروط التاني الاداة تحسن لكن النتيجة ما تحسنتش وقال انها لكن في المجمل دي مباراة سيئة جدا للمنتخب وكل اللعيبة ما كانتش في حالته طب نرجع للارقام يطر اخبار الاستحواز ايه كان مع مين الاستحواز في الشروط الاول 51 49 لكن الاهم من الاستحواز الاخطر منه انا استاذ برين باب اسئلتي لها هدف وانها يعني مش باستزاج انها حمسك في الاستحواز طيب الاستحواز فيه تكافؤ خلاص 1549 تكافؤ مش كده او لا ايه تكافؤ نسبيا تكافؤ النتيجة كانت معاهم والخطورة كانت معاهم وضع منهم اكتر من فرص ده يعني احنا فرص الشروط الاولاني وده اخطر رقم في المباراة تسع فرص لصالح او تسع محاولات على المرمى لصالح اسيوبيا ولا محاولة المنتخب مصر زيرو تسعى لزيرو اذا 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 انا عايز اقول عليه احيانا انت تخسر لان مش ماشى معك انت بتضيع وهم ربنا وفق ماشى لكن انك انت تخسر لانك اصلا ما انتش جديد بالفؤوس طب احنا ساعات يعني احنا لما قلنا مثلا الاهل والوداد لما ترجع للارقام تكتشف ان النهلا يعني كان يحكم عدم التوفيق شوية انت ليك فرص اكتر منهم انت مستحوذ اكتر منهم انت لكن عندك اخطاء قدت الى هزيمتك كويس اذا احنا وده اللي دايما اقوله الخطورة انت ما تبقى الهزيمة هزيمة مستوى هزيمة النهاردة هزيمة مستوى الهزيمة ظروف وهزيمة توفيق وعدم توفيق رأيك لا لا هزيمة مستوى كامل هو ده الخطورة انت انت تستحق لازمة انت على فكرة الشوط الاولاني اربعة صفر مش اتنين صفر لانه فيه هدف الشوط التاني بعد التغييرات وفيه فيه كرة جاية في الايم وبتحك طلع البر الشوط التاني ايه اللي حصل فيه ان النتيجة وقفت عند اتنين ما جايش في كتير ايوه يعني انت ما عملتش خطورة تسجل يعقص ده اولي ضيعتك كان فرصة لا ولا حاجة ولا حاجة وهما ضيعوا راحوا عليك مرتين برضو وكرة جات في العرض قيلة هذا اول محاولة تزديدة عمر كامال عبد الواحد في الديها 88 تزديد اه اقرب محاولة فانت انت مش موجود اذا لا انت في الاداء الاصلي عملت حاجة ولا بعد التغييرات على الاسان تقول دول مش موفقين طب انازل الناس ممكن يعملولي حراك او اغير مفهومي وفلسفتي في الملعب ما حصلش ما ضيعناش فرص عشان نتكلم نقول كنا وحشين وعشان بنضيع فهم ازاي في فرق ان احنا كنا وحشين لاننا عاجزين وفي فرق ان احنا كنا وحشين لاننا بنضيع ما فيش توفيق فيه اخطاء عندنا لكن كلينا فرص لا ما عندناش حاجة من دخول طيب يا جماعة هي هزيمة مستوى وهزيمة حقيقة لواقع كرة في مصر لانه لما يكون فيه موسم ممتد لغاية دلوقتي وكل الكرة الارضية بتخلص في الموسم بتاعتها يبقى عندنا مشكلة بدنية حقيقية للاندية لما يبقى اتحاد مش قادر يستقر الاتحاد ده والاتحاد اللي قابله واللي قابل اللي قابله عشان الناس ما تعتقدش ان احنا عايزين جمال علام يبقى معاه مفتاح سحري او يهاب جلال انت بتتكلم في لعيبة كارلوس كيروش قالك انا كنت بيعاني انه لعيبة دوليين بيغلطوا في التسليم والتسلم انا كنت بيحتاج بيعلم مهارات بديهية وبسيطة القائمين على الكرة في مصر الجمهور اللي غاب فترات طويلة جدا افقد الكرة متعتها وافقد حماسها وحرارتها مقارنة ببقية الدول اللي بقى عندها مسابقات قوية رقم اتنين انت عندك مسابقات ناشئين هزيلة جدا مدربين غير مؤهلين نظام في الاندية ما بينتجش اللعب الافضل الاندية متفرغة للمشاكل والخلافات والصفقات والسمصرة والعملات دي حقيقة موجودة انت اللعب بتاعك ما هوش افضل اماشا الانظمة الادارية لغاية النهاردة اتحاد الكرة بيفكر يعد لللعب الاجنبي وعنده لعبة متعاقدة طب هل انت دلوقتي لما بتتكلم في اللعب الاجنبي درست انت الحالات التعاقدية اللي موجودة في الاندية ولا بتعرض الاندية المشاكل فانت بصدر اتحاد فاقد تماما ان يكون عنده استراتيجية الاتحاد ده واللي قبله واللي قبله هتولي خطة خمسية ولا حتى سلسية بتتطبع في الكرة المصرية مش موجودة كلها بتشتغل بيوم كل واحد بيوم عشان العمل الفني داخل الاتحاد عمل شكلي انت بتجيب المدير الفني ولا تستمع اليه مثلا مثلا فين جاد هو ماشي قال لك انت هتشوفه نتيجة عمل ايه بعد اربع سنين حلو اوي حسدقك اللي هو ايه ايه انت وانت ما انت ماشي مثلا عملت مؤتمر وتقول انا اخترحت كذا ونفست كذا وده حيؤدي الى كذا وكذا وكذا عشان نقول للتحاد الكرة يعني طب نقف معك يا اخ نقول لهم اسمعوا كلام الرجل ده لكن ما اتصورش انه ساب تقرير حتى محدش اتكلم على انه ساب تقرير يا صاح برايب هو كيروش مشي هو معاه بن جاد معرفش ايه العلاقة يعني ده المدير الفني المدير الفني اللي قابله اللي قاعد يجي عشر سنين روح وصل المدربين وبرضو الكلام على كفاءة العنصر البشر عندنا كمدربين هال المدربين اللي احنا توقفنا على ان احنا نتحلهم فرص التأهيل والسقل والتعليم والتدرب في اوروبا وقفت على كده عندنا عدد كبير من المدربين الشبان الوعيدين وبعدين لما جينا نعمل مدرب نختار مدرب للمنتخب الناس احتاسة رئيسة على ايهاب جلال مع انه ممكن يكون في العناصر اللي موجودة ناس اكفى من ايهاب جلال بس ما اخدتش فرصة حتى ان الاعلام يتكلم عليهم هل مش من مسؤولية الاتحاد انك انت عدد من المدربين الموهوبين الوعدين فعلا زي ما المهان سعدل بيقول دول مش من حق ام يطلعوا في درسات معايشة برة دول مش من حق الاتحاد يعمل الاتفاعيات مع التحاد دول تانية ويطلعهم هل اهمل العنصر البشر بهذا الشكل يخليك توصل للمستوى الهزيل في المدربين انا بقى انا موصوت منك جدا دلوقتي دخلت معايا وشخنت وسبقتيني لا لا انا ما عندش اي مشكلة انا ما عندش اي مشكلة يسند الحوار عشان انت عندك الحقيقة استاذ ابراهيم واخد بالك وتستطيع تحط اصبعك عليها لانك انت اكتر مني عندك معلومات على فكر فانا بس عايز اقولك حاجة انه استاذ ايهاب جلال انا وانا بختار الكابتن ايهاب جلال هو مدرب كويس اه عند رؤية اه خلينا نتطفق لكن هو مدرب منتخب اقولك لا 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 لان الكابتن ايهاب جلال له استراتيجي كل الفرق اللي بيمسكها عايز يطبعها ببصمة هذه البصمة نبتدي الكرة ونبقى كلنا تحت الكرة نبتديها من تحت ونبني كرة وتبقى الهجمة في استحواز منظم وضغط المنظم ده عايز وقت عايز اللعبة اللي تتضرب على كده اولا في سبات في التشكيل الى حد كبير ووقت هل ده متاح في المنتخبات متاح لا طوال مش متاح فانت بتجيب مدرب بتطلب منه تغيير سيستم لعب المنتخب لا المتخب المدرب ما بيعملش ده مدرب المنتخب ما بيعملش ده مدرب المنتخب بياخد اخطر العناصر واقدرها وامهرها ويعمل بينها انسجام فيه اطار الخطة اللي هو عايزها بنقيها على خطة في دماغه مش ان انا ابتدي اديله طباع كروية طباع حركية فانت النهاردة انت انت جايب واحد بتطلب منه حاجة مش هتتحلو ابدا مش هتتحلو فمعرفش مش عايزين نتجنى عليه طبعا ايهاب جلال يا جماعة دي تاني مباراة اكيد اكيد من التجن ان هو يشيل الليلة لانك انت بتتكلم على الكواليتي بتاع اللعيبة درجة الجودة والمستوى بتاع اللعيبة انت بت مالو كارلوس كيروش قالك من الاول انا يعني العناصر اللي اخترتها كنت بعاني في المهارات الاساسية ودي كارثة دي كارثة حقيقة كارثة تتعلق بمسابقات الناشئين بالمسابقات المحلية بتاعتنا باتحاد اللعبة نفسه اللي نشغل في فترة طويلة جدا بالسلطة الفردية في الاتحاد تسمع نائب رئيس الاتحاد وتسمع عضاء مجلس ادارة في الاتحاد بيشتكوا من الادارة الفردية انه المسألة في الاخر بتدار بين رئيس الاتحاد الاساس جمال علام والمدير التنفيذ الدكتور وليد العطار اعمل يا وليد هات يا وليد المجلس مغيب فيه عناصر عندها خبرات فيه عناصر نجوم كورة زي كابتل حزم امامه وكابتل محمد بركات فيه ناس عندها اصحاب خبرة ادارية زي خالد الدرندالي وعمل حسين وغيره طب يقول لها مشهور هل المجلس كله على بعضه مش قادر يحط خطة استراتيجية لنهوض بالكورة عمتا ولا تفضل المسألة في الحيز الادارة الفردية بين رئيس الاتحاد ومدير التنفيذي وتحصل المشكلة بتاعت خطاب النادي الاهلي فيكتشف اعضاء المجلس الدارة انه الامر ما تعرضش عليهم طب ازاي اتكتب جواب بطلب استضافة خمس بطولات هم ما يعرفوش عنها حاجة ده جزء من اسباب الادارة الفردية اللي موجودة اللي حصل النهاردة في ملاوي ده يعني جزء كاشف لحقيقة ده الجزء اللي ظهر انما انت على الوضع العام مسابقاتك في الدنيا كلها خلصت انت النهاردة لسه بتتكلم على مباريات مؤجلة من الدور الاول اللعبة ده بالحالة البدنية اللي الكل بيشتكي منها مضطرين يفضلوا يلعبوا لنهاية اغسطس منو الجزء من عشر سنين فاتوا ومشي وقال يا جماعة بالشكل المستمر بتاع المواصم ده هتعانوا كتير قدام محدش بيسمع محدد الاصابات اه قالك اللعبة المصريين ما فيش حد بيعالج أستاذ براهين ما حدش معني بالعلاج هو انت فكر ان العلاج كله في شكل هم القيمة تبقى خمسة عشر ولا ثلاثين ولا كام لعب أجنبي الناس اللي بتقولك نقل للعبة الأجانب عشان ده أثر على ده انت كده حماية الضعيف بتضع في المستوى ده أنا لما كون عندي أنا هو انت مش كان عندك خمس لعبة أجانب من سنتين وكان عندك فراودة عارفة توصل لجون كان عندك طيب إيه اللي جرى انك انت كل ما تيجي تختار انت بتهمد الفاية أنا مش موافق كورش أقولك اللعبة وأنا بختار منتخب مصر مش موافق على أنه يقول يفتقدوا إلى المهارة الأساسية ده تصريح قاتل للكرة مصرية هما لحنا يعني طيب هو ما مفروض يكون كاشف لا مش كاشف لأنه النتيجة كده يا أستاذ ابراهيم لا ده عايز يقولي يعني كواسي إن أنا وصلت باللعبة دي بيعزم دوره يعني إنما ده فيه لعبة عنده ترزيجية وعنده صلاح وعنده منيني وعنده وعنده مش كلهم صلاح منيني طب كلهم معدهمش أساسيات لا يعني يعني بيتكلم على مجمل اللعبة أستاذ ابراهيم بيختار منتخب مصر هو يقعد يجرب فيها ويجيب لي ناشئين وبعدين يقولي اللعبة دول مش جاهزين لسه طب عموما ننتهى منذ قليل مجلس إدارة النادي الأهلي من اجتماعه برئاسة كابتن محمود الخطيب هنشوف الزميل العزيز ده يمكن بداية بداية دخول أستاذ أعضاء المجلس لقاعة الاجتماع واتخذ المجلس عددا من القرارات هنشوفها مع الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي ماذا حدث في اجتماعات أو في اجتماع مجلس الإدارة اليوم نشوف كل التحية لحضراتكم مشاهدي قناة الأهلي ومنصاته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجمهوره العظيم في كل مكان من المحيط إلى الخليج مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسة ممتدة بدأت اليوم الخميس 9 يونيو 22 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب نقشة العديد من الموضوعات نسعد في هذه الدقائق بوضع حضراتكم في أبرز ما تناولته هذه الجلسة أو ما رشح عنها من قرارات في البداية الحقيقة المجلس استعرض رؤية مدير النشاط الرياضي لعملية تطوير الألعاب الجماعية والفردية المختلفة الألعاب الجماعية الألعاب الصلاة دائما المطلقة عليها زي السلة الطائرة اليد وخلافه في إطار نهج النادي الأهلي في الاهتمام وتوفير كل الحقيقة وسائل الدعم لهذه الرياضات لتحقيق النجاح المرجو بما يتناغم مع اسم النادي الأهلي الكبير في هذا الإطار تمت الموافقة على التعاقد لمدة عامين مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي داني جوردو وهو مدرب صاحب سيرة ذاتية عظيمة وتجربة سابقة في النادي الأهلي وسيضع مع الكابتن ياسر لبيب والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي تصور للحفاظ على مستوى كرة اليد بالنادي الأهلي وضمان الاستمرارية والصدارة لهذه اللعبة المهمة التي أصبح لها جمهور كبير جدا ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان حريص على توفير كل الدعم الحقيقة للعبعاب الرياضية بشكل عام وليست فقط كرة اليد كمان تم تكليف مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي بوضع تصور الاحتفالية خاصة ينظمها النادي احتفاءا وتكريما للألعاب الجمعية الثلاثة السلة والطيرة واليد اللي حققوا بطولات مختلفة خلال الموسم الماضي سواء رجال أو سيدات وأيضا اللاعبين اللاعبين الألعاب الفردية اللي حققوا إنجازات خلال الفترة الماضية في البداية كمان كان الكابتن محمود خطيب الحقيقة حريص على وضع مجلس الإدارة في الصورة بشأن الاستعدادات الجارية للمؤتمر الصحفي المهم الذي يعقده رئيس النادي يوم السبت المقبل في الثانية عشر ظهرا للحديث عن نهاء دوري أبطال إفريقيا ما قبل وأثناء وما بعد فالحقيقة كانت جلسة مهمة أيضا وافق فيها المجلس على مجموعة من القرارات المتعلقة بالتطوير الدائم والمستمر في مقر النادي وفي فروعه المختلفة في هذه المرة الشيخ زايد الحقيقة أو فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد كان له نصيب الأسد حيث تم اعتماد أو وافق المجلس على تكليف المجموعة الاستشارية مكتب شاكر للقيام بعمل المواصفات الفنية اللازمة لصالتي الأمير عبدالله الفصل وصالة الشهداء الخاصة بمعالجة الأسقف وطرحها للمناقصة كمان تمت الموافقة أو اعتماد القيمة المالية للمقايسات الخاصة بمشروعات الشيخ زايد زي ما قلت الحضراتكم لنصيب الأسد في هذه المرة من أجل إنشاء بوابة على شارع النزهة كمان إنشاء منطقة انتظار كبيرة جراش بجوار ملاعب كرة القدم منطقة انتظار سيارات جديدة ستكون في مكان يبقى في مكان تاني جنب ملاعب كرة القدم وأيضا المقايسات والقيمة المالية الخاصة بإنشاء مسجد وحمام سباحة جديد بفرع الشيخ زايد يعني الحياة دي كانت مجموعة من القرارات اللي استكملت كمان في إطار الاهتمام بتوفير الخدمة اللائقة لعضو النادي الأهلي المجلس وافق على تعيين عدد كبير من الهمال الموسمية بالمقر الرئيسي في الجزيرة وفروعه المختلفة الشيخ زايد ومدينة نصر تحسبا واستعدادا لاستقبال الكثافات الكبيرة خلال موسم الصف الحقيقة يعني هذه مجموعة من أبرز القرارات التي صدرت عن المجلس في اجتماعه لاستمر لما يقرب من 6 ساعات اليوم والجلسة ممتدة إن شاء الله يتم تحديد موعد في القريب العاجل لاستكمال هذه الجلسة وما بها من موضوعات أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دائما الأهل في المقدمة وتحية مصر يعني واضح أنها كان فيه مجموعة من الأمور اللي محتاجة تقنيم من خلال مجلس إدارة ما حدث في النشاط الرياضي يعني معظم النشاط الرياضي معظم التجهيز للمؤتمر بتعييم الساب وبعد الإجراءات الإدارية اللازمة زي العمالة اللي محتاجة النادي يعني أما كرة القدم ناس كتير مستنية تسمع حاجة عن كرة القدم لا دي لها سكة تانية وطبعا مش هيتقال حاجة قبل ما يجي مصر المسلماني اللي حنستعرض مع بعض وجهة نظرنا وحنحاول نبسط الأمور بالطريقة اللي الناس تشوف أقرى ما يكون إلى الحقيقة ده كانت خلاصة اجتماع مجلس الإدارة وقرارات المجلس هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف في الغربال إزاي أقدر أشتغل لك وليس منك بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي تاريخيا إدارته وإداريه ورموزه رفعين شعار مهم جدا في علاقة الأهلي بجماهيره آه ممكن المسألة بتحتاج بعض الفترات لتعزيز هذا المفهوم لكن يبقى الأمر مهما جدا في الغربال نعمل لك وليس منك ده شعار أو هدف من الأهداف الإدارية وواحد من رواسخ المفهوم الإداري في النادي لا لتوقف دي مش مانس لا هو طبعا أنا عايز أقول حاجة ودي قضية بقت واضحة حتى مش أنا اللي بقول يعني أنا كنت خاف بي من سنتين أنا بحذر منها أن نبتدي نشتغل تحت ضغوط الرأي العام اللي من حقه أنا هنا وأنا لما أقول مش عايز أشتغل تحت ضغوط السوشال ميديا أو الرأي العام ده معناه أن أنا لا أحترمهم ولا أحترم أعلاقهم لا طبعا إنما أنا بقول إيه بقول إيه أنت ببيتك أستاذ براهي بيجي لك لحظة عندك هموم معينة عايز تاخد قرارات كوبرا ممكن تعطي تكلم أولادك ومراتك الفترة اللي جاي يا ولاد هتجدوا بعض التحفظات طبعا بعض تغيرات عندي مشكلة واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ست إيه رأيكم هنتحملها مع بعض ولا كل واحد هيمسك في اللي هو عايز ولا واحد لو أنا اشتغلت وأنا رب الأسرة تحت تأثير إن أنا ما عنديش استراتيجي وإن أنا عايز الاستراتيجي تيجي من أولادي اللي خبرتهم مؤكد هتبقى مجرد الحب والحرص والانتماء وكل حاجة لكن الحلول حرام أظلمهم من أخذ منهم الحلول واظلم أسرتي لكن أستمع اليوم آه ويستمع عليا آه بس دايما دايما القرار لازم يبقى عندي ده ده بالمفهوم ده الأندية والمؤسسات الكبرى ممكن تفتح موضوع للحوار الوطني عشان تستلهم أو تشوف رد حاجة في دماغي لو عملتها هتقبل وتقبل إزاي وحتفهم ولا تفهم إزاي ولا محتاج أشرح أشرحه وأنا بأخذ القرار لكن القرار عند المسؤول لازم يبقى مدروس ما يبقاش جاي كرد فعل والحقيقة دي تمكن خلاص التجربة إدارية مهمة جدا لواحد من كوادر النادي الأهل الإدارية السيد إبراهيم الكفراون عضو مجلس إدارية في الأهل تحت السن ثم فوق السن لدورتين وبقت عنده خبرات كبيرة ومجلس الإدارية أسند إليه العمل كمستشار لتطوير قطاع النشاط الرياضي كتب الأستاذ إبراهيم الكفراوي التويتر ربما تكون مهمة بعد مباراة كمان المنتخب بعد هزيمة المنتخب قال أنا كاتب البوست ده من أسبوع وترددته في نشرة وهو بالمناسبة عام ولا يخص طرفا أو جهة معينة وليس له علاقة بنتيجة مباراة اليوم لكنها ملاحظة عامة بيقول الرياضة لا تدار كرد فعل للسوشيال ميديا وإنما تدار بناء على خطط وأهداف مدروسة وموضوعة بأسلوب علمي من يقود ويدير يجب أن تكون عنده رؤية وطموح وإيمان بأهدافه وإصرار على تحقيقها ولا يجب أن يتأثر بالسوشيال ميديا ويعمل على إرضاء المتابعين فقط يجب أن يراجع عمله ويقيم أداءه للاستمرار نحو تحقيق هدفه وتصويب ما قد يحدث من أخطاء أما أراء السوشيال ميديا فيمكن أن تأخذ في الحسبان كنبض للرأي العام والتعامل معها بأسلوب علمي وليس لمجرد إرضائها والخضوع لها حتى تصبح هي المتحكمة في اتخاذ القرار يعني أنا لقد قلت لك نعمل لك وليس منك تطابق في الأفكار لأنه الرأي ده كان مسؤول مسؤول سكرتير سباحة عدو مجلس إدارة مسؤول عن نشاط رياضي أمين صندوق قائم بأعمال المدير التنفيذي فمؤكد دعوضوا تحت السن مع مجلس كابتن صالح وفوق السن مع كابتن حسن ثم مع كابتن خطيب هو تعلم ده اللي شافه ده اللي بيأكد كلامي لما كنت بقول يا جماعة أيوة كابتن صالح كان مهتم جدا بالجمهور لكن في إطار نسعده لكن مش يسأله أعمل ليه ومعاملش إيه لأنك الجزء الجزء النهاردة النهاردة أزمة موسماني في أزمة تبدو على السطح لكن بالنسبة لإدارة النادي هي مفهوم يعني الدراسة التي تحدث والتحرك والإجراءات كلها إجراءات من وقع مسئولية مجلس الإدارة وحقه في متابعة أي مسئول والحوار معه وليس لمناقش كفاءته لأن كفاءته هو من ناحية الفنية خلاص أبرزها ووضحها فالراجل عنده كفاءة ولكن أما نيجي نتكلم بقى مش عايزين نهدى مش عايزين مثلا نعمل كذا أنا ملاحظين أن العبء الإداري من يوم ما استقال فلان الفلان اللي كان مصرعا ما جيبتش حد بدله وده بيشكل عبء كبير على مش معقول العدد الكبير ده من اللعيبة يمشي بالعدد الموجود ده من وجهت نظر في الإدارة من حقيقة تناقش هذا الأمر وفي الآخر يتم الاتفاق لا يجبر على شيء فقد يبدو أن هذا أن هناك خلاف ولكن في حقيقة الأمر هو خلاف على دعم مش على سحب الثقة أين كانت النتيجة أنا مش في المطبخ أنا بحلل الموضوع طب هم المشكلة فين المشكلة أنك نرجع تاني هو إحنا ليه بنتكلم كتير يعني ما ينفعش الحوار الدائر بين الإدارة والأجهزة هي الموجودة على السوشيال ميديا ويتم تدولها هنا المشكلة بتكبر لأن كل كلمة بتفسر آه ده بيضغط آه ده يقصو دي دي رسالة لا أما هي الدنيا مش كده وتيجت النهار ده آخر كلام لمدام مسلماني بتقولك اللي بيستني إن إحنا مستقبل مسلماني حيناقش مستبت لأ مسلماني يعني أو عايزة تقول إنه من ناحيتنا إحنا مستمرين وسعداء وبتاع بس حيناقش وسائل الدعم في الفترة القادمة هذا حق أصيل للمجلس ما عودش أنا بقى أشوف طيب النهار ده الرأي العام شكله بقى عامل إزاي اللي كان في وقت ما ما أنتشات منه غير الجزء المعارض لمسلماني النهار ده جزء المعارض لمسلماني ظهر يمكن بشكل كمان قوي جدا طيب هتاخد مين فيهم الجمهور مين فيهم اللي لازم تاخد برأيه ده اللي أقضى عليها شباب لو اشتغلنا بالطريقة دي هنوصل إلى دائرة عدم الاتفاق لكن لو الرأيين اللي هما عكس بعض دول اللي جايين من تحت من عند الجمهور فهموا أن دي وجهة نظرهم بس القرار والمسئولية والدراسة هتكون فوق اللي اتنين هيقبالوا القرار اللي يتاخدوا من مجلس الإدارة وهنا تصبح مصلحة النادي الأهلي لأن أنا مش عايز أمشي بالطريقة اللي الوسط الرياضي في الوقت اللي الناس كلها بتقول شوفوا الأهلي بيعمل إيه عملوا زي مش عايز أنا أقول إيه طمعهم زي الناس اللي هي بتاخد بتشتغل قرار دفاعك يا جماعة والله العظيم الثلاثة مهما تكبدنا هذا الأمر من مواقف شخصية بنقول لأنه دي ضمائر وكلمة يجب أن تقالوا حنتحمل نتيجتها يعني مش هيجي وقت يقول لك طب انت ما قلتش ليه مهما مجلس الإدارة حيبحث وحياخد القرار وعلى فكرة هو أيضاً حيتحمل المسئولية طبعاً فأظن من أبسط قواعد العادل وانت بتدي واحد مسئولية بتخلق له المناخ بتديه له الحق في اتخاذ القرار مش تقول له أعمل مسئولية بطريقتي خدها أنت بقى اللي أنت مين ما أنتم منقصينين هأخد رأيي فين مين فيكم صحيح وده لأنا كنت طول عمر يقوله ليس سحباً في حق أي واحد أن يقول بتسقوله في إطار الإقتراح مش في إطار أن اللي يعمل على أكس كده خائن ومتردد وضعيف ومعندوش رؤية ايه ده ايه التقييم الغريب ده هجيناك أكيد على علاقة الآief جمهوره من قبل كده لأنه كمان هي الفكرة يا جماعة جمهوره المدرجات استعيد عنه بجمهوره المنصات كان نبض الجمهور بيبان دايماً من خلال المدرجات في الجمهور اللي بيحضر التدريبات اللي بيحضر المباريات نبض الجمهور ونبض الرأي العام واصن مدرجات عمره مدخل في السياسات نهارده بقت منصات جمهور مش في الملاعب مش في المدرجات لكن عبر المنصات في السوشيال ميديا المختلفة هنا عشان نقول نقطة خلاصة المسألة حق الإدارة على الجمهور اللي المهندس عادل أشار إليها أنا لما بتديني المناخ المناسب لازم أنتسق في ثلاث حاجات المسؤولين عن الكرة دلوقتي في النادي كابتن خطيب مفوض من مجلس الإدارة كابتن حسام غالي بيساعده شركة الأهلي لكرة القدم الأستاذ ياسين منصور والمهندس مصطفى فاهمي والكابتن علعب صادق والأستاذ عمر شهين لجنة التقطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف إذن أنت عندك مجموعة عمل كبيرة جدا فيها ثلاث حاجات مهمين أولا من حيث الحس الأهلاوي لكم أن تعلموا أنه الثلاثة ممكن يكونوا مشجعين يعني لو برا المناصب هتلاقيهم جمهور قوي فالحس اللي موجود عندهم والحماسة اللي جواهم كأهلاوية عالية جدا دي مبدئيا رقم اتنين خبرات إدارية متنوعة وعميقة جدا رقم تلاتة قدامهم معطيات القرار اللي هم يعرفوه إحنا ما نعرفوهش والتفاصيل اللي قدامهم في الموضوع كله مش متاحة للجمهور اللي بيأخذ رأيه فلما يأخذوا قرار أباش مهندس يبقى نابع من دراسة كاملة محدش حريص عن نجاح قد المسؤول خلا إنه هو مش عايز واجع دماغ دي عايز الناس بقوله برفو عليك أقصى حاجة إن أنا أبقى باتعاب وإنت ما فيش حاجة عجبات واخد بالك إحنا وصلنا للمرحلة دي اللي أنا كنت أخاف منها من مدة إن نقد 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 مش معقولة مش معقولة إن دي يعني وبعدين مش عايز كمال تلتمس العذر لأي صعوبات بيتعرض لها النادي الأهلي ليه هي ما هي واضحة لبصعوباتها هي واضحة يعني الناس كلها حتى شافة لأهلي بيتعرض له وصلت لها تسعين في المئة من حقائق الأمور قبل حتى المؤتمر قبل الأهلي ما يحتاج يقول أي كلمة شايفين شايفين اللي كان بيحصل في الجهات المسؤولة عنه كروية عم تعمدت تعمل معا إيه ده الوزير أشرف صبحي وأنا بلقائي مع الأستاذ أحمد موسى لما بيسألني أنا قلت له يعني أنا كنت تعاسس إن في حلقة مفقودة بس ما حطيت إيدي عليها الوزير قال من أول يوم كلمة محدش توقف قدامها يا جماعة إحنا ما جلناش طلب إن إحنا ليه ما ننظمش النهائي ده عندنا ما جلناش فاستغربنا جدا لأن الجواب وصل لاتحاد الكوري الحلقة المفقودة هنا إن الجواب اللي وصل مش هو اللي راح الوزارة يبقى ما حصلش إهمال ما تضمنش كل ما حصلش إهمال ده حصل تطويع لرغبة اللي بعته إيه بعد ده ما تبعتش ده فأصبحت باينة مين الجهة اللي مش عايزة مصر تنظم خلاص باينة وقف في الدائرة عند الاتحاد مين في الاتحاد بقى ده التحقيق اللي يقول قولنا وليه بعد ما مين لازم نعرف ليه لمصلحة مين هذا القرار اتخذ لأن الوقتي ده كان يقال وزمالك لسه عندهم فرص يلعبوا وتعايد تيجي تقولي الأهلي ما طلبش اللي والزمالك ما طلبش اللي ياهما لو لو وصلوا قاموا صلوش لو أنت نظمت البطولة حيقول لك أنت نظمتها اللي في مصر ولا حيبس وعداء بيها وحتى هو بيقول لك موديل الاتحاد ويقول لك الأهلي ما طلبش طب وانت بعدت الأهلي وقلت له معروض علي كذا ما فيش حاجة كذا وانت ما تسألش الأهلي عايش ولا لا والنادي ما بيطلبش هو نادي هسألك سؤال هو مين اللي نظم المتش هناك الاتحاد ولا النادي الوداء كان ممكن يكون الرجاء مش الوداء وممكن الأهلي مش هو اللي يوصل كان ممكن الزمالك يوصل وكان ممكن الاتنين ما وصلوش وكان ممكن الاتنين يوصلوش على فكرة ده حصل معهم السنة اللي فات المغرب بعد ما خدها فجأة الوداء تخرج فراح لعب عندهم القل وكذر شيء اتحاد الكرة المغربية لما طالب التنظيم طالب ايه عشان لو فرقة مغربية وصلت تدفى بجماهير عندنا اه اه دي العملية وممكن بعد كده كل ده ويبقى الماتش عندكم تكسبوه لكن التعمد انك انت ما تنظمش الافنت ده كان غريب لانك انت كنت حريس قوي تنظم خمس افنتاتنا اقل اهمية منه يعني يعني بالعقل كده مين اللي كان حشد الانتباه ناحية الكرة المصرية طب ومين اللي قرر ينظم الخمس افنتات دول ماهولو اللي اتحاد اللي هو مين بقى اللي مش عارفين المجلس ما عندوش قرار بالطرف لا ما خدش طب قولي بالله علي ازاي جاب زايدة يتمضي بدون قرار مجلس ادارة اه ما دل انا قلته ما نخشوش الامر كان في حرص ايه كان في حرص ان المجلس ما يخشش في الحوار ده عشان ممكن عشان ايه بقى عشان يرسل على دور اللابطور عشان اخي لأ انت في حد عمال يخد نفسكك كلها تخص هو ما تخصش الكرة المصرية وتركيز يعني توزع الادوار ازاي وانا لوانا حط يدنا على الكلام ده بقى ومش مش عايزين نحاكم احنا عايزين نستبعد الناس دي اللي يعمل كده ما ينفعش يبقى امين على اي مسئولية ولا غلط صحيح صحيح يبقاش ما امين على المسئولية وضروري حنلاقي ناس تانية حتى لو مش كلها حتنجح من اول مرة من كل عشرة عناصر ممكن نلاقي اتنين نبني عليهم لان قال امر حتى نبني عليهم منذ امهم هم بقى في المناصب الدولية بس يبقوا عارفين ان فيه جميل للبلد دي عليهم انتو مصلتوش المناصب الدولية بتاعتكو اللي عبقى ريتكو البلد دي لها جمايل على كل واحد وصل لمنصب دولي هنا خلينا نقول هو هانا بريدة هانا بريدة دلوقت عضو اللاجنة التنفيذية في الفيفا والكاف لغاية عشرين خمسة وعشرين يعني موجود في البوزيشن ده في التلاتين ده على واحد لكن فيه مناصب اخرى بتتجاهز من افراد تانين نقاهم مين لا بس عايز اقول لك على حاجة اصلا تبتتكلم على المقاعدين اللي للشمال دول اقو حاجة دول اقو حاجة ده المتحين البقين انت بتتكلم في لجان في لجان لكن اللجان دي مش صح بتقرار يعني فأصد بريدة انا بتكلم في حتة تانية انت بتعد هانا بريدة دلوقتي بطريقة انتقائية بيعدي الناس اصحاب الولاء اللي هوا اللي هما كان ليهم علاقة بإدارة الكرة مصرية ان يبتدي يمشي السكة من اولها في الاتحاد ده اللي عايز اقوله لك ان حتى انت في اللي بيجهزوا في الاتحادات الاقليمية والدولية هما اصحاب انتماء ولاء ليه اللي دالهم بالفرص دي لانه هما نفذوا السياسات عبر الصينين الماضية ليه اللي مش مفهوم ليه ما خدش بيدي الكرة المصرية ليه عاشي عليك ازمات ليه ما حطناش على الطريقة اللي نتفادى بيها الازمات ليه لحد النهاردة مش مطبق الشفافية المالية والسلامة المالية ليه رغم ان دي هتزبط على فكرة هتوصل ان دي الى مرحلة النضج ان كل واحد يبقى مسؤول عن قراره مش ان انا على طول بحللك مشكلتك فخلاص بقى ماينفعش كده احنا عشان ننضج حطني في المسئولية يعني في البيوت برضو الام اللي عايزة بنتها تعمر بيت بتاخدها معاها في المطبخ بتعلمها تدالها المصروف تعلم يعني ايش مسئولة البيت وتعلم ابنها يعمل ايه في قط ويعمل ايه في كده والاب اللي عنده مصنع واللي عنده عزبة بياخد ابنه عشان يمشي معه يعلمه هي دي المسئولات اللي بتطلع مسئولين لكن روح تفسح يا ابن يعمل اللي انت عايز ولا خبطت واحد بالعربية ياخش يدي ارشين لا ماينفعش هيطلع جيل متدلع مش مسئول طيب ده كان يا جماعة الهدف كله من اللي حاصل في الفترة الحالية النادي الاهلي على تجربته الادارية المهمة جدا دعية الى مؤتمر مهم القى فيه المهندس الدكتور محمد سراج عضو مجلس الادارة كلمة النادي في المنتدى الاول للحوكمة الرياضية في مصر وهنا دي قيمة النادي الاهلي ان انت الاسبوع اللي فات النادي الاهلي للقانون في الرياضة فيدعى النادي الاهلي ويلقي الكابت المحمود الخطيب كلمة النادي الاهلي النهاردة كمان وزارة التخطيط وهي بتنظم المنتدى الاول للحوكمة الرياضية في مصر اللي بينظموا المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابعة لوزارة التخطيط تدعو النادي الاهلي عشان يقول كلمته ويعرض تجربته المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي حضر هذا المؤتمر ألقى كلمة الاهلي وكان حريص على المشاركة في فعليات المنتدى كله وأوضح أن النادي الاهلي بيقدم نموذج رائد في تطبيق أسس الحوكمة في مجال الرياضة بعدما وضع النظام الأساسي للنادي من خلال اللوايح اللي بتستند في المقام الأول على تعظيم دور الجمعية العمومية في رقابة عمل المجلس وهو ما أصفر عن إنشاء شركات الاهلي لكرة القدم والخدمات الرياضية والمنشيات وفقا لقانون الرياضة محمد صراجي اختتم كلمته وأكد أنه فيه توافق بين منهجية العمل في الاهلي والأهداف التي يعتمدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة اللي بيقوم بدور مهم جدا في التدريب والتطوير بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج اللي بتهتم بتعزيز مبادئ الشفافية والحد من الفساد وتعظيم التنمية الاقتصادية المستدامة وكذلك تطبيق معايير الجودة في كافة المجالات إذا لمشه مهندس الأهلي واتساقه مع الأهداف العامة الكبيرة أنت فيكلم على الجامعة العربية ثم وزارة التخطيط وصدق توجهاته صدق توجهاته دي مهم جدا ليه لما جي النادي الأهلي أنا بقول لك من وقع التجربة لما جي النادي الأهلي مثلا عايزة اختارق التسويق الرياضي ويأسس ويعمل شركة ويعمل مش عارف إيه وشرفت أنه تم تكليفي بهذا العمل وبدأنا ندرس مع الوزارة ومع مجلس الشعب وكان مشوار طويل يعني هتسفر عن شركاتها في الوقت ده التجربة دي التجربة دي لفتت نظر أشققنا في الخليج فأنا دعيت مرة في الرياض ومرة في البحرين عشان أنقل تجربة النادي الأهلي وقبليها وقبليها حتى في مصر خمس مرات أروح جمعة المنصورة واتضط علاقتي بالدكتور سعد شلبي وهي دي السكة طبعا التجربة بتاعة النادي الأهلي شدته فأروح اتكلمت وبعد ما جه الدكتور سعد شلبي والراجل الأكاديم الدكتور الدارس أنا الراجل بشتغل بالتجربة والخبرة فحرسي أن ييجي واحد يطور وهنا بقى المسألة المهمة جدا ما هو أنت مش بتحتكر العمل أنت عايز الخير لمكانك فبيجيب اللي أحسن منك صحيح أنا توسامت الدكتور سعد أحسن مني لأنه هشتغل بشكل علمي عمل إيه الدكتور سعد بقى راح دبي وراح السعودية وقعد أربع سنين ونقل تجاربه كان واحد دكتورات في ألمانيا ما هو عشان عنده الدكتورات بتاعة ألمانيا وخد التجربة العملية من النادي الأهلي فأقرغ العلم بالعمل العلم بالعمل فلما قدم النموذج بتاع النادي الأهلي قدمه بقى منهج علمي دكتور سعد النهاردة موجود أي تروح الخليج يشورو لك عليه صحيح فالنهاردة الأهلي بيعمل إيه النهاردة التجربة دي هو النادي الأهلي لما تكرم من جازة الشيخ محمد بن راشد مش عشان الحوكمة وتجربة الأهلي النهاردة المهندس سراج بيمشي في المشوار بمساعدة النادي الأهلي صحيح وقبلها لكامت الخطيف في الجامعة العربية طيب عشان كده ده النادي الأهلي يا جماعة مش كنادي مش مجرد نادي الأهلي كظاهرة ثقافية الأهلي كظاهرة ثقافية الله عليك ده مش كلامي ولكن دي رؤية مفكر رائع جدا بيمتعنا بمقالاته في الأهرام إله أستاذ صلاح سالم مساء الخير أستاذ النهاري أستاذ أستاذ إبراهيم تحياتي وتحيات المهندس عدلي صلاح بيه أهلا بيك خير بش مهندس زي حضرتك الرجل الذي كل كلمة لازم تقرأها عشر مرات عشان توصل لأعمقها ربنا يخليك زكي نجيب محمود هذا العصر لا حاجة رائعة الحقيقة إسلام صديق أمتعتنا هذا الأسبوع بمقالتك في الأهرام ولنقول يا جماعة في صفحات الفكر والرأي في الأهرام حيث الرؤية العميقة جدا لمختلف القضايا الفكرية والسياسية ألاقي مقالة من وره الأهلي كظاهرة ثقافية فكان لابد أن نحن نعرف مع جمهورنا أنت إيه الفكرة والرؤية أستاذ صلاح هو الأهلي بفرحنا كتير فزي ما بنفرح معاه ونحتفل نازم نزعل معاه ونعبر عن حزننا لكن نعبر عن ثقاتنا في الظاهرة الثقافية والحضرية الكبيرة أنا دائما بقول أنه الأهل الظاهرة الثقافية بمعنى أنه تحول إلى مؤسسة حديثة بتدار بشكل فيه عقل النية وفيه رجد وفيه كفاءة عالية جدا بيدار بشكل ديمقراطي بشكل تعددي حصل أكثر من انتقال السلطة على أقل أنا قاعد عامل شاركت في 2005 في كل الانتخابات شهدت عن قرب كيف يحدث انتقال السلطة وكيف تجري الانتخابات بحيادية وتشعر أحيانا في الانتخابات الأهلية وكانك في الانتخابات الأمريكية فيه تعدد وفيه تنافس لكنه التنافس بيدور بعقل النية وبأناقة في الحقيقة وهذه سمة البلاد المتحدرة دائما أقول أن الأهل مؤسسة ينتمي العالم الشمال وليس العالم الجنوب مؤسسة تتقوم على الديمقراطية وعلى التعدد مؤسسة حديثة بالمعنى الإداري وبالمعنى التقني بغض النظر عن الإنجازات لازل يغير قد تحدث أن بعض الانتخابات تحقق إنجازات ربما عن طريق الصدفة فهنا الإنجاز ليس كميا ولكنه في الحياة إنجاز نوع قيمة المؤسسة الحديثة في أي مجتمع أنها تضار بعقلانية وبرجد وبحياد فهذه المؤسسة كانت تأتي عليها لحظة لحظة إخفاق لأنها في النهاية محكومة بعوامل الاجتماع البشرية ظاهرة إنسانية والزوار الإنسانية مختلفة عن عالم الجماد هي ظاهر بترتفع وبتنخف قيمة المؤسسة بمعنى أنها عقلانية وحديثة وتضارب ربما بالبرجد أنها قادرة على أن تصحف أخطها بنفسها بالزبط زي الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية أحيانا تبدو للناس أنها نظام بطيء نسبيا في توازنات وفي صرعات ويقتضي نوع من المساومات ونوع من الحوارات لأن أطرفوا علشان تأخذوا القرار فالقرار يبقى بطيء لكن هذا القرار البطيء بيبقى مخصلة حكمة حكمة القائمين على الإدارة حكمة التجربة الإنسانية حكمة الممارسات التي عاشتها هذه المؤسسة بكل إنجازاتها وبكل إخفاقات عشان كده المؤسسة قد يأتي القرار بطيء إلى حد ما لكنه يكون غالبا عميقا ويكون صديقا ويكون معبرا المؤسسة ممكن تأخذ قرار قطأ في لحظة ما ممكن تواجه إخفاق في لحظة ما لكن هذه المؤسسة بأدواتها وبألياتها وبقدر الحكمة التي تتراتب وتتراكم عندها عبر السنين تستطيع تصحح مصارتها وتأخذ القرارات التليم أنا أريد أن أصل من ذا المعنى أحيانا في الموقف من موسيماني الآن بعض الجماهير تتعجل الإقالة وبعض الجماهير منذ أشهر تتعجل الخلاص لأن الجمهور بعطفته تحكموا الأحداث يعني انتصار غير هلال السعودي ربما يمنح البعض الرغبة في أن يبقى موسيماني طول العمر هزيمة الوداد تولد الرغبة عند البعض أنه يرحى المسيماني قبل أن ينبالج أن ينبالج صباح اليوم التالي هذه القرارات يمسى عليها المؤسسة لا تأخذ قراراتها بهذا الشكل فعال المؤسسة تدرس كل الأبعاد تحسب كل الحسابات تسمع رؤى مختلفة من أشخاص فنيين بعقل بارد لا يتخلص من العطفة لذلك لازم ندي مساحة وندي مسافة زمنية وندي للإدارة الحق لإستخدام قرار على مهل لكن إحنا كجمهور النادي الأهلي علينا أن نكون نحن معكم نحن وراءكم طول الوقت ده كلام رائع جدا موسيقى الصلاح وخليني أشير لحاجة في سنة السطور بطاعتك وانت تتحدث عن فكرة الانسحاب إزاي لما حدثت الأزمة الأفريقية انت تذكرت ما كان قرار الكابتن صالح وتذكير المهندس عدلي ووصفت انه ده كان الرجل الأمين في النصح وقتها ثم أشرت إلى الموقف الحال اللي بيمر به مجلس الكابتن محمود الخطيب ومناجدة البعض أو مطلبتهم بالانسحاب بين الموقفين انت كان لك رأي شوف أنا لا أنا أذكر لما الأهلي انسحب بعض لطاق الأهلي والزمالك في الصور وأنا ممكن أقول بس تصويب للمصطلح الأهلي لم ينسحب ولكن اعتذر لأن الانسحاب أنت تكون بدأت وتمشي ودي بيتتعرض لعقوبات ولكن كان بجينا جواب أن نقول لا مش هنقاطع قاطع 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 البطولات هذا يعني مصطلح فني قد لا أكون لا أكون لا أشكت على دراية كاملة بي لكنه في كل الأحوال اعتذار الأهلي في هذه الفترة الحقيقة أثبتت التجربة أنه أضر بمصلحة النادي الأهلي يعني أنا 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 واحد من الناس يعني أنا أتعرض في النادي وكم مشجع ومحب للنادي لقب نادي القارن بالنسبة لي له قيمة معنوية كبيرة يعني أنا بالنسبة لي ده في رصيدي كده في الحياة ما يعادل عشر مليون جنيه يعني ده بالنسبة لي كشخص قيمة النادي الأهلي أنا لا أتصور أنه في نادي لكرة القدم آخر غير الأهلي يحمل هذا اللقب هذا اللقب نحن جديرون به وهو جدير وهو جدير بالأهلي هذا اللقب لو كنا فقدنا كنت أشعر بمرارة شديدة انسحاب الأهلي بالمصطلح التقني في تلاتة وتسعين أيا كانت الحاسيات كان خطر عامل خطر هدد هذا اللقب للنادي الأهلي وخلى الزمالك يأتي بعدنا نادي زمالك الشقيق هو نادي الشقيق لكل الاحترام يأتي بعدنا بسلاث نقاط في الترتيب العام ومنها وإذا هم الحاول دلوقتي يحاولوا يتملصوا من هذا الأمر ويحاولوا حسب معلوماتي أن الكابتن عدلي هو لفت نظر كابتن صالح أنه فيه ترتيب لنادي القدم وما بدأت الأخبار تتصرف فرجع الأهلي شارك في سنة ثمانية وتسعين وأنا أذكر أنه جيل التسعينات النادي الأهلي كان جيل عالي جدا اللي كان فيه حسام أبراهيم وحسام أبراهيم وهو كان جيل هايل جدا ولو استمرت مشاركة الأهلي فيه الثلاث سنوات اللي هي اعتذر فيهم أعتقد أولا ساعتك كان البطل بطل الدوري فقط هو من يشارك فلو شارك الأهلي لحرم الزمالك من المشاركة يعني مجرد أن الأهلي كان يشارك في البطولة حتى لو خرج من دور الاثنين وثلاثين كأنه كنا يبقى الفارق في التصنيح بين الأهلي وبين الزمالك عشر نقاط كاملة لأن الزمالك حقق سبع بطولات من فوز بالبطولة والوصيف ثلاث نقاط حقق سبع نقاط لو شارك الأهلي مجرد مشارك ولا مشارك الزمالك لحرم الزمالك من هذه النقاط ولو أن الأهل شارك بحق نفس الإنجاز لكان ارتفع الرفارق إلى 17 نقطة وكان بقى الفارحة. معنى كده إيه؟ معنى كده أنه عندنا خبرة الاعتذار أو الانتحاب أو عدم المشاركة هي خبرة سلبية. عقل المؤسسة. عقل المؤسسة. اختزن هذه الخبرة وفي لحظة مماثلة استدعت الدواعي نوع من الشعور بالظلم. كان فيه الخيار إما أنك تنسحب وتتحمل الأعباء أو تعتذر أو أنك تكمل المسير. عقل المؤسسة هنا بيستعيد هذه الخبرات ويعيدها للفارز ويعيدها للدراسة ويعسب حسابات التكلفة والعائد والمكسب والخسار هذا العقل اللي هو عقل المؤسسة اختزن كل هذه الخبرات وصل لقرار أعتقد في اعتقادي أنه القرار الصائب أنه لا للاعتذار. أولا لأن الأهل بحجمه كان من الممكن في ظل ملابسات أخرى لو لم تحدث بعض الأخطاء. ربما كان يستطيع أن يحوز بالبطولة حتى من أرض المغرب الشقيق. حتى لو خسر هو خسر في الأول وفي الآخر بشرف وخسر وخد المركز الثاني. وإن شاء الله يعود إلى البطولة العام القادم يتلاف أخطاؤه ويصحح أخطاؤه الفنية ويعيد بناء السكواد بتاع الفريق بتاعه وينافس بشكل أكثر شراسة على البطولة. وإن شاء الله يحققها يبقى التالثة حتى ولو بعد قطيع. ويكفي أن أشارك في النهائي الثاني أو النهائي الخامس في ست سنوات متفالية. وإن شاء الله يصل النهائي ويحقق البطولة اللي جاء إن شاء الله. هو أنا يعني أحييك لأنك لو الوعد عايزي فعلا يقول جملة فاهم الناس والآله إيه المشكلة بتاعته أحيانا هو خلاف ثقافي. اللي بيقرب من نادي الآله دون إدراك ثقافة هذا النادي في التعامل مع القرارات البطولات إدارة شؤونه إدارة الأزمات إدارة العمل المؤسسي داخله الحوكمة التي يعني تحكم علاقاته العرضية والرأسية سواء خارج النادي أو بين أجهزته المختلفة اللي ما بيستوعبش دي حتى لو بيحب النادي الآلي ما بيقدرش يعبر على النادي الآلي بالشكل التراثي اللي يحافظ لنادي الآلي على يعني نجاحاته وهي دي المعركة الحقيقية والمعركة التي فعلا يعني بيضرب بيضربك أي حد ما بيحبكش عايز يضرب فيك يقولك يعني إيه تقليد وقيمة من نادي الآلي يعني إيه العمل المؤسسي يعني إيه العمل الجماعي يعني لأ خد خرارك بالطريقة دي خد خرارك بالطريقة دي تغيير واقع النادي الآلي عشان يبقى على هوا البعض من المخلصين حتى يا سيدي اللي بيحبوه ده مش صح حبوا النادي كما وجدتموه والله والله كانت تعاد لي أنا أحيانا بسمع بعض يعني أسمع أصداء في أوساط الرياضية في العالمية والعربية المفارقة إنه إحساس إنه الأهل نادي مختلف وأنه نادي ينتمي لعالم الشمال بالمعنى الثقافي والفضاري والمؤسسي لكنه وإن وجده مكانيا في عالم الجنوب هذه كلمة رائجة تماما بالمناسبة دي دي دايما بيكررها كابتن محمد عمر كابتن نادي الانتحاد يعني الأهل نادي أوروبي كتب عنوانه في الشرق ولك أنت تخيل وده كلمة تتردد كثيرا على لسان نبيل معلول مثلا أيوة طارق دياب في تونس رابح مجر كثير من المحللين في تونس والجزائل وحتى في المغرب والمغرب الشقيق كثيرين من وميسم عادل في العراق عنده برضو هذا الاستقرار على المعنى ده ونقاد على فكرة وصحفيين حتى في أوروبا هما يدركوا أنه أدون عن وقاطعك حتى أولئك الذين كانوا يختلفوا في وجهة نظرهم مع النادي الأهل ما أن يحتكوا بالنادي الأهل وخصوصا في دولة الإمارات حتى يدركوا حقيقة لا بيكتبوا شوفهم هما بيكتبوا زي على النادي الأهل دلوقتي بعدما تبعوه شافوا الواقع وأصبحت الرؤية مش منقولة إليهم ولكن نتيجة معايشتهم شافوا الأهل كده ولذلك هو الخلاف حتى لو بدأ أنه خلاف مع مداري هو لا خلاف ثقافي إحنا بنضار بالطريقة دي ما نتدخلش لكن بنحب اللي يبقى معنا يفكر كده تفضل يا فرحي تفضل يا صلاح هو الحقيقة هنا القيمة المؤسسية والقيمة الثقافية للنادي الأهل هي مسألة تعالوا على مجرد التشجيع يعني أنا قد أستطيع من يماري في هذه الحقيقة هو جزء أو قطاع من الجمهور المصري نتيجة انتمائاته لفرق متنفسة وأنا أعتقد أنه عجزه عن أنه يفهم ذلك هو نتاج تعصب ما لكنه مش نتاج العقلاء العقلاء حتى من الأندية المنافسة كما أنهم كما العقلاء في دول أخرى في الشمال في الشمال والجنوب يستطيع أن يقول يعني في في الشمال الأفريق سيقولك أنه الأهل مؤسسة علينا أن نتعلم منه يقول ذلك ويعلم أنه بعد أسبوع سيلاقي الأهل أو بعد أسبوع من منافسة مع الأهل لكن نحن نتنافس مع الأهل ولكنه نتنافس على الأرض الملعب مع فريق نادي الأهل ولكن كان مؤسسة علينا أن نحن نتعلم منه وده الفارق بين أنه الأهل كظاهرة قروية يحقص انتصارات والأهل كظاهرة ثقافية يجب أن نختلف نختلف ولكن لا يمكن أن نختلف عليها في عالم السياسة الطيار الوطني المصري يقولون ذلك عن جمال عبد الناصر قد نختلف مع جمال عبد الناصر ولكن لا يختلف أحد على جمال عبد الناصر أنه صاحب الطبقة الأخيرة والطبقة الحاسمة في الوطنية المصرية تختلف مع جمال عبد الناصر لكنها تختلف على جمال عبد الناصر فكذا يجب أن يكون النظرة إلى الأهل والعقلاء والحكماء يجب أن ينظروا إلى النادي الأهلي بهذا الشكل. عليك أن تبقى زملكويا أو اتحاديا أو مصرويا لك لهذا الحق لكن إياك أن تركر النادي الأهلي قيمة النادي الأهلي كظاهرة ثقافية لأنك إذا أنقرت قيمة النادي الأهلي كظاهرة ثقافية في الحقيقة أنت بتتنقل العقلك وبتخسر تجربة إذا درستها وتأملتها وأبدايت المزيد من الاحترام لها قد تنقلك أنت نفسك إلى مرحلة التعلم منها وأنك تتجاوز وأنك تسير على طريقها وأن تتجاوز نفسك أما إنك تتمسك بكراهيتها من دون أن تفهمها فأنت تخسر تجربة عميقة جدا يمكن أن تتعلم منها ده كلام مهم جدا يا أستاذ صلاح كنا سعداء جدا بهذه المداخلة ومزيد من الإبداع دايما شكرين لي جدا شكرا جزيلا نتعلم مما نقرأه ده شرف لي كاتن عدلي أنا اللي بشكرك ودايما نلتقى على كيف إن شاء الله شكرا جزيلا للاستاذ صلاح سالم الكاتب والمفكر الكبير الحقيقة حد جوائز الدولة لم تخطئه سواء التقديرية يستحققه والله يستحققه رغم صغر سنه لكن عميق فكرة لا طبعا واصل بدري صحيح طيب اتحاد الكرة أعلن إنه دعا إلى اجتماع طارق حيناقش فيه موضوعات مهمة جدا تأرير كابتن يهاب جلال وهيبحث في أسباب الهزيمة وبيشير إلى عزم واتخاذ قرارات كثيرة مهمة هي في تقديرك قرارات فورية عشان يدي كل واحد برضو ما احنا ننتقد احنا لسه بنقول ايه مش عايزين نشتغل باستمرار رضي فعل لو الاتحاد الكرة بيجتمع لمناقشة المشاكل الإدارية اللي أصفرت عن الأزمات الأخيرة كان عنده وقت يدرس وكان عنده وقت يحقق وممكن لكن لو عايز تدرس الهزيمة عشان تتخذ إجراءات مع الأجهزة التفنية ربما يعني يعني تبقى في حتة برضو الإدارة برد الفعل أنا قلت لك رأيي في إهاب جلال وهيشوف تقريره إهاب جلال مدرب كبير لكن مش للمنتخبات وإذا كنت عايز تاخده المنتخبات خده للمنتخبات الصغيرة اللي يبقى عنده وقت للتجميع يبقى في حضنه لمدة طويلة عشان يعلمهم الستايل اللي عايز يلعب بيه أو فلسفة الأداء المنتخب الأول والمنتخب الإلومبي دي متخبات بياخد أفضل العناصر الجهزة ويكاتشين عليها بالشكل اللي يناسب الأهداف فأنا أتمنى وحنتظر مش عايز أحكم مش عايز برضو من النوع اللي هو بس وإلي حنخش نحن في دائرة التنظير ننتظر ننتظر نشوف إيه المقصود من هذا الاجتماع الطارق الذي لوحة أنه سوف يتم اتخاذ قرارات فورية فيه هننتظر يعني هو دعا النهاردة ولا بكرة الاجتماع هم لسا هيجوا هم جاء انطار خاصة البيان لسا مطلعينه من دقايق وما حددوش معه هم كمان مسافرين لأنه جمال علام رئيس بعثة ومعا مؤكد الصبح هيكونوا هنا مؤكد أن في حاجة تخصهم منك ممكن يكونوا لمسوا حاجة أو كلموا في حاجة ووصلوا إلى يعني مش عايزين نتكاد دعنا ننتظر ننتظر عودة بعثة المنتخب بطائرة خاصة ثم عقد مجلس دارة اتحاد الكرة لاتخاذ قرارات يصفها بالفورية والمهمة هي ايه هنحاول ننظر ونتأمل فيها بعد الفاصل الحقيقة المكتوب علينا ما نفضلش في مود كويس يعني ما بين أن احنا نسمع كلام في العمق الثقافي للأهلي كقيمة ثقافية يمتعنا بيها مفاكر كبير زي الأستاذ صلاح سالم نرجع منها على عنوين الصحافة الرياضية ونشوف الأهلي الظاهرة الثقافية اللي ليه قيمة في الحوكامة وفي كل الجهات الإدارية والنموذج المضيء كنت عايز تنكش في حتة اجتماع قبل ما ندخل في دا قبل ما ندخل في دا كنت عايز أسألك قبل الفاصل اجتماع التحدي الكرة لو انت عطر بيزة وبيقولوا قرارات فورية ايه اللي ممكن يتأخذ انا حاخد من بقك انت لفت نظري وانت بتقول ايه اذا كنا عملنا كده وليقيتنا كده امام أسيوب اللي لعبنا هنعملوا مع كوريا مع المكهن مع كوريا بهذا المستوى فسألتك قلتلك طيب وانت ازاي تحسب هاب جلال على حاجة مختلفة على حالة بدنية لا على حالة بدنية مش مسؤولة عنها المسؤولة عنها نظام كرة في مصر افرز هذا الاجهاد وهذا الارهاق وهذا التراجع العجيب في كل نجوم الكرة المصرية يعني حتى الناس مما جات وقت اجمعت على السلية شايفين السلية مش في أحسن حالات اجمعوا لزيزوا شايفين زيزوا مش في أحسن حالاته فالقصة اذا النظام الكروي الحالي هو العدو الأول لتطور المستوى الكروي لعناصر منتخب طب دي هتعمل فيه يا أستاذ إبراهيم ده اللي بنتكلم فيه يعني ايه اختراحك النهاردة لو انت في اتحاد الكرة وعايت تعمل اجتماع طارق وعندك مشكلة وخايف برضو من الحتة اللي قلتها انت نبهتنا انا بقولك صعب يشتغل كرد فعلا ويسيب الدنيا شوية وقلت لي تمحنا لو رحنا كوريا بالمنظر ده اه ماتش ودي طبعا لكن هيبقى شكله عاملين ازاي وبالذات يا جماعة كوريا اخترتنا علشان تتدرب علينا على غانا هي معاها غانا في مجموعة واحدة في منديال قطر فهي عايزت تتجرب على المدرسة الافريقية فهيتعاملوا معنا بمنتهى الجدية فروق السرعات سواء في الكرة بقى الكورية اليابانية اعلى حاجة عندهم عنصر السرعات بس هم مش هيلقوا اللي هم عايزينه لان حتى فروق السرعات بيننا وبين غانا او اليقى البدنية في الحال النهاردة او اه او صالح غانا اه احنا تجربة بالنسبة لهم حدع عشان كده بقولك من تيجي نستنى حيقولولنا ايه شايفين ايه هناك هل شافوا انفلاق انت بتسأل ايه لو الواحد على الترميز ايه اللي اتاخد ما انا اقل في الحالة البدنية المزرية جدا يا جماعة اللي كل الناس بتحذر منها ولللعبة واضحة جدا تحد الكرة قدامه حل من اتنين يا يتعامل دلوقتي يا يتعامل السنة الجاية لكن لازم ان يتعامل واتمنى ان على الاندية كلها التمنتاشر تتنازل عن اي حسابات شخصية او اي مصلحة فردية الدوري يمكن ان يتوقف لغاية هذا الحد كلام ممكن يبقى صعب بس على فكرة لو سألتوا فنيين هتلاقوا هو ده الانقاذ الوحيد معاك حاجة من اتنين لو لو انهيت الدورة عند هذا الحد واكتفت بنتاج الدور الاول علشان تحديد الاطراف المشاركة خارجيا ما عندكش مشكلة بس الاندية كلها تجتمع على هذه الرغبة وهذه المصلحة مع الشركات الرعية بحيث ان المصلحة العامة لا تدار ده انقاذ وتريح شهرين وتبدأ في البداية الطبيعية بتاعة العالم كله ده حل طب انت هتكمل السنة ده عشان الارتباطات والعقود يبقى الموسم اللي جاي لازم يتعمل بشكل استثنائي وعقود الرعاية وعقود البس معقدة يعني انت لما بيجي على مطشات الكاس بتتكلم في 3-4 مطشات في البطولة لكن انت لما بيجي في الدورة انت بتتكلم على 17-18 اسبوع كل اسبوع فيه كان ماتش يعني المسألة كانت من الاول الحقيقة كانت نبغي يعني احنا نعمل طيب يعني انت مجدش الاول دلوقتي لو مش هتعمل ده السنة دي لازم يتعمل السنة الجاية السنة الجاية لازم نحل حل اتطرح السنة اللي فاتت وانا فاكر انه واحد زي الحج عامل حسين كان برا للاتحاد لما كان بيتكلم على ان احنا نعمل دوري بشكل استثنائي ان انت تلعب دور اول كاملا بعد كده تسعة يلعبوا مع بعض على تحديد البطل ثم التسعة التانين يلعبوا مع بعض على تحديد بقية المراكز والهبوط وتنازل بقى تنازل مسلا ستة وطلع اتنين انت بص استاذ ابراهيم لازم بيبقى فيه حل جزري فيه موسم احنا عايزين نوصل الى 14 نادي ما نقدرش نلعب اكثر من كده اي 14 نادي تختصر لك حوالي شهرين شهرين دول يتدوق بقى البراح تعالج اصاباتك تدي راحات تخطط لمواسم تعمل ماتشات ودية للمنتخب يعني تتنفس يديك رئة انت مش معندكش رئة انت مش بتتنفس انت بتلهس وقبل ما تيجي بتاخد بقى مياه وانت بتجري فبتشرق يعني مش مش ما حدش بيعمل اه مهضة وتطوير في ظل الزحمة اللي احنا عايشين فيها دي نتمنى نتمنى انه حل الحالة البدنية اللي لكل عمال يشتكي منها واللي بتهدد لعبتنا في كل الاندية يكون الحل يا اما آني يا اما يعاجل يا آجل واللي هم حرة القرار طيب العنوين الرياضية بقى هذا الاسبوع وتناولها لأحوال النادي الاهل واتلاقوا بكاينه مفيش مشكلة الا في النادي الاهل مفيش حد تاني محدش بيقدر يفتح بقه في اتجاهات اخرى لكن خلينا نقول موقع مصراوي قال شرطان اتحاد الكرة يدرس تقليص الاجانب في الموسم المقبل وقالوا انه بيدرس اتحاد الكرة انه يحق الكل نادي ضم خمس لعبين اجانب الا ان اتحاد الكرة يفكر في تقليل هذا العدد الى ثلاثة او اربعة وبيدرس بعض الشروط للتعاقد مع اللاعبين الاجانب ابرزها ان يكون اللعب شارك في عشر مباريات دولية على الاقل مع منتخب بلاده شرط اخر يفكر فيه اتحاد الكرة وهو وضع فئات مادية للتعاقد مع اللاعبين الاجانب طبعا لا يسأل او لا يفتأ وانت موجود انا اقدر احط اللاعب الاجانب انا بس بالنسبة لعدد اه سقف لقيمة السابقة اللي جاء من بره اه اللاعب الاجانب كلها بتروح شمال افريقيا ارخص من المبدلنا احنا بندى رواتب هنا اكن هنا في اوروبا ليه ما عرفش خلاص عرفوا ان فلوسنا سهلة فالوسطة والوكلة انت فيه مدرب بياخد المرتبات اللي بياخدوها الاجانب عندنا لا مافيش الاشقاء التوانس باهم بيجي لعبوا هنا احسن يروحوا روبا اه خلاص اه وضع من بقى اللاعب اسهل واكسب ومش مطلوب منك حاجات كتير اه وانتا دي جاهم الاجان اللي بيين ونفس الثقافة فانت انا الاوان بقى مش بجدس الاجانب حط سقف لكل حاجة وطبق قبل السقف السلامة المالية والشفافية كل نادي يقول لي حيصرف كام وجابهم منين عشان لما ييجي يقول انا حجيب فلان الفلاني منين يا استاذ وده حصل مع برشلونة وميسي يعني ده مش يعني بيطبق على اجعص الاندية واجعص اللعيبة برشلونة معرفش يجيب ميسي حتى لو فيه دعم خارجي عشان يبقى في برشلونة معرفش فاحنا المسألة دي اصبحت وانا قلت رأيي مع استاذ احمد موسى واكرره ان الاتحاد الدولي ويضع هذه المعايير عايز يحمي كرة القدم من حاجتين في مطال الخطورة المراهنات وغسيل الاموال لان سهل جدا تقول عدلي ده يساوي 10 مليون واحد تاني يقولك لا ده يساوي 50 مليون ويدفع فيه المبلغ ده ويبقى سعره بقى كده ويس بقى يروح شدد معه 50 لعيب وهو في الحقيقة القيمة التسخير بتاعته 3 مليون فانت جيلت عاد قالك اه طب وماله بس اقولي بقى الفلوسك ده جاي منين فلو قلت فلوسك جاي منين دخلت في الضوابط فمش هتقدر تحط الأرقام الجزافية اللي بتتحط دي ده ووصل لنا ومؤكد يكون وصل لنا احنا مش بمعزلنا عن العالم اشور على نماذج مقدرش اشور لك مش دوري انا مش دوري حقق بس اللي يزبط لك الأداء حط معيار الشفافية المالية والسلامة المالية كل الأندية هتتضبط طيب عايز اقولك انه المحلل الجميل والنقد الرياضي الساس خالد بيومي كاتب دلوقتي المختصر ترحيل كل مسؤول كرة القدم والرياضة الحاليين تصفية كل لعب المنتخب وتصعيد المنتخب الولمبي تخفيض عقود لعب الأندية المصرية الى خمسة مليون في الموسم مهما كان اسمه لانهم لا يستحقون ترحيل الجهاز الفني للمنتخب مصر اكبر منكم جميعا شوف هو واحد برضو بيتكلم في ضيق اه طبعا واخد بالك متدايق اي ما فيش حاجة كده انت مش روح مقناسب روما عشان تعيد بناءها مش فيه واحد عمل كده ساعتها تهمه بتطرف لكن هو فكرته كاترومانسية كان حاس انه عايز يعمل عايز يشوف روما دي بشكل مختلف انما تقدر تبني بشكل متدرج بس ابتدي والخلال تلات سنين هنوصل لكده عايز تعملهم تلات اجانب مش هجدلك الا في حوار موضوعي نقعد قدام بعض يبقوا تلاتة يبقوا خمسة يبقوا اربعة لان انا شايف انه طب الاندية اللي هي ما عندهاش رغم انها من حق جيب خمسة جايبة اتنين راح جابتهم فين انت عايز تعمل كده عشان تقول ايه احمل فراودة ما عندهش فراودة صح وابل كده انا ما عندهش جوان فانت لما بتقول خمسة بتجيب فراودة كل الاندية اللي عندها فراودة مميزة عندها اتنين او تلات لعيبة ومن الاندية هتجد في المصري فرود مميز هتجد في الاتحاد فرود مميز هتجد في ام بي فرود مميز اللي هما الناس بتتكلم فيهم اهلي والزمالك عايزين ينقوا من دول مبلولوا على مش عارف ايبوكة ودول معدومش خمس اجاني ولا حاجة ما كان شمسي بيكلي هنا لف على كل الاندية شمسي اللي جاب فيه نجون النهار اه اللي بقعي اطعنا النهاردة اه اطعنا النهاردة اللعيب كويس جدا هو كبر بس ما بصتش عليه لا بصيت بصيت اه وحشام البدري كان مختنع به الحقيقة جدا شمسي بيكلي كان يجي الاهلي هو فين بقى حيما كان في المقال لا كان في بيتروجيت في بيتروجيت ليه ليه لانه هو لعيب تمانية زي الكتاب ما بيقول بليميكر وهداف عنده رؤية ودريبلر واحد لواحد لا لعيب كويس مس كبر يعني دلوقتي ما يقدرش على المجهود المستمر لكن يقدر يروح يدي البلد وإيه اللي منع ساعته اختاره حاجات تانية يعني كان فيه اختيارات برضو كويسة يعني 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 في الوقت ده جي افونا وجي اذار وجي مش هل لما انت تيجي تقول لي دلوقتي يشترط نعمل زي الدورة الانجليز ان اللعيب الأجناب اللي جي لك يكون لعب عشر مطشات دولية يا سيد كويسة بقى مرت ايه طب انت هتجيب كواليتي بسعر عالي قوي ما انت خلي بقى لك لعيب قدقت الدرجة التانية الدرجة الاولى ده بيجيبوا لعيبة ساعات بها عشرين وثلاثين وخمسين الف دولار هجيب لك لعيب دولي ازا بالكلام ده واللعيب الدولي لعيب عشر مطشات يا حيبقى من بلاد ده حتى الجابون لها لعيبة محترفين بر وموزنبيق لها لعيب عشر مطشات دولي ده في أوروبا في أوروبا اه لان كل البلاد دي عندها لعيبة قواليتي عالي جدا لو انت هتضرب فكرة الاستثمار بتاعت النادي يعني مثلا لو انت كنت عملت ده كان الاني معارفش يجيب مثلا لعيبة زي فيليكس زي جيل بيرتو وانا بجيبه الزمالك ما كانش جاب ايمانويل اسماعيل ما كانش جاب اوتاكا ده الكلام ده تعملوا امتى ده في اتهام ان اللعيبة الأجانب ما بيضوفوش حاجة للدور مصر لكن لما تلاقي ان اللعيبة الأجانب هما اللي بنفسوا على الأفضل كل واحد في موقعه ام ايبقى انت مش محتاج دي انت عايز تجيب كواليتي أعلى كمان عشان تخفز بقى الارض بالمتخب بتاعت اللي بيتكلم ما يحرفاش كده وبس يعني مالكش دعوة باللعيبة الأجانب يجوا ازاي لان خالي بالك ام ام اوتاكا ما كانوش نادي لما جي المقولي العرب اه ده كان راحل من ريخ البورسعيد وراحل المقولين ما كانوش نادي في بلده في بلده جاي من على الشط 15 سنة قالوا له والله شوفنا اللعب قد جاه واحد جابه وجاه ده للمقولين العرب المريخ وبعد المقولين العرب وبعد الإسماعيلي وبعدين كسر الدنيا كلها بعدين المقولين عرب وإسماعيلي مارجعش الراحل منتخب اه لا مهراح قطر بعد الراحل منتخب اي فانا عايز اقول لك الموهبة ما تعدش تحطي لقيود في لعيبة كويسة جدا وفي لعيبة مصيطة قوي وهي مش قد سيطها ده مهونت يعني مش عايز اخوش في لعيبة النادي للاقينا الحقيقة احنا احنا محيرين احنا تاو ده لما جيه وجواراننا المهارات العجيبة ده وخمس اهدف كم ماتش اتجنيننا ودلوقتي الناس بتهمم عليه رغم انه بيقدي تكتكيا و لكن مش موفق عالجول لسه ممكن يوفق عايز اقول لك حاجة ما نش عايزين نعقد كورة قوي عشان العقدنا ومش هنحلا احنا بس نعالج العيوب الادارية اللي عندنا ونطبق القانون صح ونحمي الشفافية والسلامة المالية و ازلط الفوضى المالية اللي في السوق فيش حاجة اسمها لعيب ياخد عشرين مليون جنيه في السنة وبعدين يجي واحد زكيرش يقول لك ما بيعرفوش باصو ده مبالغ وده مبالغ لا هي كده ولا هي كده لكن ما هو اللعيب ما هو ما بيقبعدش كده في أوروبا اي اللعيب المصري ما بيقبعدش كده في أوروبا الا النمازج بالكواليتي ده الا النمازج بقى اللي هي هتدخلني بقى في الناس المستقرة زنيني وتريزيجي وحتى المحمدي وطبعا صلاح ما تخليش في الليفل ده هنما اللعيب اللي بتلعب في اليونان وفي البرتغال هتلاقي بياخدوا الحاجات دي طيب الوفد قالت الأهلي يرفض اتجاه الجبلية لتقليص الأجانب ومؤكد ان الكلام على انك انت بتجبرني فجأة اخل بالعود اللي موجودة الوطن قالت ترشيح مدرب برتغالي كبير للأهلي تحت سبل لرحيل موسيماني الجنوب أفريقيا ما تيجي نشوف الخبر ده ده هنا ايه الأهلي يرفض اتجاه الجبلية وقالك ان خلال مكالمة تليفونية من سيد عبد الحفيز مع احد اعضاء مجلس قدرت النادي الاهلي ونبل نسمي ده كده نسمي ده كده ايه هو استنتج ان الاهلي عنده خمس لعيب وحيسيب لعيب ازاي وعنده اتنين راجعين ابتدى حطلك المشكلة انها تخص الاهلي عشان يبتدي الناس تشتغل على ان لا بقى حنعملها ما انت اي حاجة رفوض الاهلي الناس يتمسكوا الوطن بيقول ترشيح مجرد برتغالي الكبير للاهلي تحسبها لرحيل المسماني الجنوب افريقي يرحب برحيل محسن نهاية المسم والنادي يمهد لبايعه مقابل عاطف طيب دخلنا بقى ده اسم جديد صلاح محسن يعني مش ممكن يعني يعني يا اخوان ما سابوش لعيب ان المسماني مش عايز يمشي وبعدين اما تصادف بقى تيجي في لعيب ولا اتنين منهم ويقولك ما احنا قلنا هو انت سيبت لعيب في النجل قالي ما مشيتوش طيب بالاخبار قالت جدل حول مصير مسماني مع الاهلي وانتظار عوداته غدا بتسو يقول الفريق يريد الفوز دائما ولذلك لا يستمر اي مدرب وزوجته تؤكد الناس ليسوا سعاداء ابدا برغم ما يفعله في الاهرام مسيماني وزوجاته تاني تاني مشكلة الناس مش الناحة الفنية قوي مشكلة الناس حاسة ان الشغف بيقل وعايزك في ساعة يعني يبقى فيه تشوفك بتطلع بقى وتبص عم نشاقين يعني وده اللي حيعمله فطرة جاء بإذن الله لو استمر كابتن وصام حسن برح بيكلمني بقول لي ابو بيتسو اخباره انا بس لو يسمع كلامي والله العظيم حيكسر الدنيا قال له احنا كده محتسين مع موسيماني طب ابو بيتسو اخبار عن المجر لاني قلتوله هو هكررهوله تاني كل المشاكل عادينا كماعة في الفند عشان تبقوا معنا بس دخل مستر الموسيماني وإحنا فبزاد طبعا شكر المهندس عادل جدا واخده بالخضن والترحاب الشديد لكن كان حريص انه ما يفاضر ما يفاضر فكلنا من ساعتها حتى ايهاب الخطيب قال لك خلاص ساعد لي اسم ابو بيتسو انت خدت وتنصحه قلت له قلت لك وقلتها هنا قلت له بلاش كلام كتير ملوش لازمة فيما لم تسأل عنه وخلي اجابتك محددة ومختصرة لان كل كلمة هتقول هيحصل تحريف وانت مش مفروض انك يعني تنجرف مع سوشال ميديا ابنك ومش سامع كلاما هو ازار دماغ هو من صغر كده لا يعني ما قليش لا اوكا 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 يلا زاو الخد على ادعاء طيب الاهرام قالت مسلماني وزوجته يشعدان اجواء الغضب المدير الفني يهاجم اللعبين واتجاه لفسخ تعاقده واربع مرشحين لخلافاته كل الكلام ده جماعة سابق لقوانه وكلها اجتهادات محمودة من الزمل الصحفيين بناء على انه النادي اعلن انه فيه فيديو كنفرنس تعمل مع مستر بيتسو موسماني وتأجل الجمعة وثم تأجل ايضا لقاء مسؤول النادي مع بيتسو موسماني الحين عوداته هيرجع السبت هيكون في اجتماع التضارب في الرؤية حوالين مصير الموسماني مبنية على وجهة نظر اللي بيجتم لكن كلها اجتهادات موجودة يعني كلها احتمالات وردة يعني من خلال الحوار انت كراجل مخضرم في الاعلام هتقول ايه اه ده يقصده كذا والتاني يقول لك لا كل واحد يخذ في الاتجاه الذي يريده ايه فطبعا في ناس كتير جدا عايزة الموسماني يمشي يقول لك ما ده ضرب في الاستقرار في التوقيت ده وكعبل النادي كم متش على اساس انه على ما ييجي حد جديد يبقى كده رجعنا للصورة والمشأة من جديد والناس اللي عايزة يمشي يقول لك لا ده توقيت مناسب جدا في نص الموسم نلحق نتدارك الاخطاء كل ده ماشي كل اللي بتقوله ده مؤكد مؤكد مطروح لكن المسؤولية هتخلي الناس تاخد حاجة مش انتو مش متوقعينها اهم حاجة ان يضبط الاداء ويضبط اسباب الخلاف الثقافي اللي بين الادارة وبيتسو ماشي يا بوبيتسو طيب الوطن قالت الأل يتحصن ببند سري للإطاحة المسيماني دون خسائر مالية بس هو عرفه ترشيح شحاتة واسيزة لمنصب المدرب العام اما هو سري عرفه بقولك البند وفقا لجالة الوطن بيقول انه في حال تفعيل العقد ممافقة الطرفين قبل 30 يونيو الجاري يكون العقد لاغيا ولا يعتد به ولا يحق لأي طرف وقتها مطالبة الآخر بأي حقوق مالية أو مادية أو مالية من أي نوع يعني قبل 30 ستة أيهما يستحق أو يحق له فكل ارتباط بدون خسائر أو بدون شروط جزائية الشروط قالت غدا لا ليستكمل اجتماعه والحاسم مع مسماني لعب وفاق سطيف يقترب من الأخمر كهرباء مطلوب في فيوتشر وأحد الوكلاء يعرض الشعباني لخلافة مسماني طيب المصر اليوم تقليل صلاحيات مسماني في الأهلي الخطيبة اشترى التعيين مدرب عام وخبير أحمال وشركة الكرة تحسم الصفقات الجديدة زي ما المونتس عادلي قال لك كل ده تفسيرات للحالة اللي موجودة يصيب بعضها اجتهدات تخيلات وعلى هواء يعني أنت تاخد تفسير اللي انت حابه بالزبط والجمهورية بتقول تقليل دور مسماني في الصفقات والشحات يعود للإمارات أجنحة الأهلي جديد في جديد ورجعت تقول كمان الجمهورية تاو مكسوني أول الضحايا في الأهلي المصر اليوم الأهلي بيستعيد ديانج ومعلول وتاو المصر بتاع المغرب وجنوب أفريق خلص ازاي حاشوفه لك دلوقت وعدين يعرف تاو لعب ولا ملعبش وعمل ايه المصر اليوم قالت الأهلي يستعيد ديانج ومعلول وتاو أمام والبحث عن عروض لبواليا ومكسوني خلال المركاتو الصيفي هنا برضو الكابتن على لعب المدير الفني قال لك لا لو ديانج ومعلول وتاو رجعوا مش من حق الأهلي لعبهم ضد إستعيد طب هو دول مش يهاب جلال اللي خاتهم لا هو انت يعني وده فيري يعني على فكرة لو النادي الأهلي ما حطش ما وفيش لا أنا أجل الماتش ومش حاسة أجل التحور كان حيأجله المباراة خلي بالك اتحاد الكرة وقتها ما كانش يعني من المنطق قال لا يواجل هذه المباراة لا طبعا فالأهلي كان أكثر تعاونا أنه يعني قال كده بس كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله طيب الوطن قالت موسيماني يطيح ببواليا وكهرباء من صفوف الأهل والمدير الفني بيطلب عودة بيكهم وندفد ويدرس موقف ريان وشكري دي العنوين اللي كانت كلها من وحي العلاقة من وحي الوكلاء كمان من وحي الوكلاء إذا كان دا من وحي الوكلاء المغرب عد الموقف بعد ما كان متأخر ودام جنوب أفريقيا واحد صفر فاز اثنين واحد طب كويس والله أصرف من المغرب أي ستكسب 88 المغرب يعني عندها نهضة كروية أصلي هو هو معتمد على عدد كبير جدا ولا واحد تقريبا من السوق المحلي هو دار المحلي بيلعب كله محترفين وحتى الدور المحلي بتاعه كون أنه ياخد يعني الوداد موجود هو والرجابة قالهم كم سنة في الفاينالز بتاع أفريقيا يا ما احنا عرفنا بقى ونهضة بركان السلاد السوبر مغربي تم اقول لك حاجة لكواش انك ذكرت هذا الكلام من ينادون بأن الأهل كان متقعسا وكان الانسحاب أفضل الوداد بيعمل ويأمل في أن الأهل ياخد هذه الخطوة هو الأقرب هو دلوقتي في التصنيف بتاع القرن هو الورى النادي الأهل والفارق ابتدى يضيق لأنه كسب السنة دي أول والأهل تاني فاقترب من الأهل نقطة لأن الأهل برضو خد وعنده فرصة أنه يلعب السوبر وهيلعب السوبر خلص مع فان قد يضيق الفارق أكتر يعني تحبه والأهل بقى انسحب يلا صحاب القرار طيب علشان نطوي ملف المغرب الحقيقة شفت الصديق العزيز الدكتور منصف اليسجي ومنصف اليسجي غير أنه راجل صحفي عنده مسؤوليات كمان في المغرب في الرقابة على المصنفات الإزعية والتلفزيونية وهو راجل دكتور بيدرس في الإعلام حد عنده تقدير لمصر كبير جدا فشفته منزعج جدا للي حاصل في مصر تجاه المغرب وبيتكلم من حس وطن وحس عروبي الحقيقة هو بيقول أنه بعض الإعلاميين في مصر وحتى قال الإعلام الأهلاوي دس السم في العسل وأنه كان كل مرة الناس في مصر تتكلم ما فيش مس بالعلاقات بين مصر والمغرب وإحنا خلافنا مع الكاف ثم يروح داسس حاجة زي ما هو بيقول من وجهة نظره فيها إسهاء للمغرب ده ما حصل شي بعكس ما حدث من بعض الصحف في المغرب وأنا حتى لما وجهت منصف بإحدى الصحف اللي فيها سب وقاس مباشر قال لي ده جرنان مغمور جدا صحيفة الإلكترونية ما فاتش عليها 4-5 شهور وأرجوكوا لا تقيموا لها وزن ما تهتموش بها لأنها عايزة تشتهر من اللي عمل المداخل مع الأستاذ متحط شلب هو لا مش منصف ده حد تاني هجيب لك اسمه طب قال إيه لا ده هو مش المشكلة في اللي قاله مع متحط شلب مشكلة في اللي كان كاتبه ده كاتب سب وقاسف وشك عشان الأستاذ منصف برضو مش منصف طبعا لكنه ده أنا موذج يعني أنا هقول لك اسم الرجل اللي كان مع كابتن متحط وأكيد منصف عارفه لكن ما يتعلق بحدة أن النادي الآلي قال في بيانه أنه لا مساس بالأشقاء في المغرب أيوة النادي الآلي قال في بيان رسمي وفضل عليه الآلي خلافه مع المغرب مع الاتحاد الأفريقي لكن فيما يخص بقى المنطقية وتكافه والفرص يا صديقي هو لو الاتحاد الأفريقي زي السنة اللي فات مش هقول لك بعيد السنة اللي فاتت تحاد الأفريقي أعلن اسم الدولة اللي هتنظم وكانت بالمناسبة المغرب برضه قبل معاد المباراة النهائية بواحد وسبعين يوم لو كان السنة دي عمل زي السنة اللي فاتت الآن ما كانش هيتكلم لكن السنة دي عمل ايه الوداد لعب مباراته برا في أنجولا كسب تلاتة واحد لعب يوم كام ستة مايو والأهل لعب سبع مايو الأهل فاز والوداد فاز فبانت الرؤية هل من المنطق ومن العدالة ومن مبدأ تكافل فرص أن أنا كالتحاد أفريقي ظهر لي أن الوداد هيلعب أخذ القرار يوم تسعة مايو وأعلن عنه يوم سبعتاشر مايو الإعلان الرسمي للاتحاد الأفريقي عن مباراة هتتلعب يوم تلاتين كان قبلها بتلاتاشر يوم ده كلام يخرق أي فكرة للنزاهة والشفافية ومعيار السلامة وده الخلاف للأهل مع مؤسسة الاتحاد الأفريقي أنت لو أعلنت بدري كنت هتفعل عن الشبهات أنت جملة دلوقتي واحدة واحدة خلافنا لم يكن يوما مع الاتحاد المغربي وقلنا ده حقهم ويعملوا لمصلحتهم وإحنا كمان من حقنا ونعمل لمصلحتنا وفيه إحنا بنعمل لمصلحتنا وما بعملوا لمصلحتهم ما نزعلش من بعض لكن نزعل للي بيوقعنا في بعض بالضبط فهي دي الفكرة مبدئياً الاتحاد الأفريقي خلف تماماً الحرص على فكرة الشفافية والنزاهة مستخدماً ما فعله الاتحاد المصري النقطة التانية الأهل قدير بفعل الداخل إهمال الاتحاد المصري طبعاً والأهل قال كده ما حدش حتب على الاتحاد المغريبي خالص المغرب ساعة اتعملت له تسهيلات أعطي ما مس خدمة زايا حيون مش عايزة خدمة زايا منصف أنت يعني بتفخر بشكل الإستاد وروعة جمهور الوداد لك أن تتخيل أن الطرف التالي المنافس حور من نلعب مباراة أخرى في ملعبه ولك أن تتخيل أن ده كان المفروض يكون في أرض محايدة الاتحاد الأفريقي هو اللي كان المفروض يكون حريص على الفير بلاي على اللعب النظيف أن أنت في فريق تأهل أنت وقعت في دائرة الخطر أنت رحت للمنطقة الحارجة أنه ظهر أن الوداد راح الفاينل وظهر أن الأهل راح الفاينل فقبل المباراة 13 يوم يا رجل بتسمي أن المغرب اللي هتنظم أنت نفسك كاتحاد أفريقي عن ذات الملعب مركب محمد الخامس السنة اللي فاتت سميته واخترته قبله ب71 يوم مش 17 يوم واضح أنه هو الرقم في ال71 والسبعتاش يعني هو بدل للرقمين يحط الواحد هنا أو هنا ده كلام الحق النادي اللي يدار في هذه اللحظة مباراة كرة قدم ما تاخدش أكتر من كده بين العلاقات طبعا بين الدول صحيح ونبي ما توصلوها اللي حاتت في شعوب بتحب بعضها كنت بتتكلم على الصحف المغربي اللي تطاول وتجاوز كتير وجابه متحة تشارب على التلفون ده جمال صطيفي اللي مؤكد أنه لهجته ولغته اللي كتبها ما ترضيش له منصف ولا أي منصف أبدا نطلع على فاصل وبعد الفاصل نشوف مين اللي هيتمسك من عظمة لسانه أنا بحضراتكم من جديد شفنا الغربال وشفنا كل ما فيه لكن يبقى هناك الكلام الكثير ب بعظمة لسانه خطاب العطار ولعبة الصغار اللي حدث الفترة اللي فاتت هي الحلقة المفقودة اللي المهندس عادلي تقريبا من بداية الأزمة كان بيقولك يا جماعة فيه حلقة مفقودة الدنيا كده على بعضها مش راجبة فيه حاجة مش مفهومة إيه لأن عرضنا في الحلقة الماضية وكنا أول برنامج نعرض الخطاب اللي ظهر اللي كان أرسل من اتحاد الكورة لوزارة الشباب والرياضة الخطاب كانت انفردت بيه فيتو الخطاب اللي شامل الخمس مطالب اللي الاتحاد الأفريقي بعتهم للاتحادات كلها قادل الأحداث اللي عندي شوفوا مين عايز ينظم إيه ده اللي حصل الاتحاد المصري اتجاه الدور الأبطال واختار الشاطئية والنسائية وحاجات من اللي هي دكتور واليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد هو المسؤول التنفيذي لكن الخطاب موقع باسم الدكتور أو الأستاذ جمال علام والدكتور أشرف صبحي كوزير قال الكلام ده بومنتال وضحى باشمال وهو حتى مع الأستاذ أحمد موشن بارح أكد على هذا الكلام قال إحنا لما جالنا جالنا خمس بنور ما جايش سبعة ما فيهمش أول باند اللي هو تنظيم النهائي النهائي اللي هو أهم باند يعني هو أنت تفتكر الوزارة لو قارث الباند ده ما كانش حتبص في الباقي هو حتبص في الباقي لأنه مؤجل كل عاجات مؤجلة لكن ده اللي كان الأولوية المليحة والأهمية المليحة قبل إيه اتحاد الكرة عمل كده نشوف الدكتور وليد العطار في أون تايم سبورتس تفسيره إيه الناس تلقي باللوم والاتهام على الاتحاد المصري لكرة القدم حضرتك معايا أرجوك توضح لنا الموقف وتوضح لنا حقيقة هذا الخطاب من عدم عادة نحن بنطلب البطولات المجمعة إلا إذا نادي طلب مننا أنه يعني مهتم بتنظيم أو مهتم أنه يبقى التنظيم البطولة إذا كان النادي عايز ينظم البطولة مضبوط هل ده معناه أنه الأهلي لم يرسل أي خطاب إليكم بطلب هذه البطولة لو كان أرسل لنا كنا حطناه على طول فجل في الجواب طب إشمعنا بيراميدز بعت والأهلي يعني المعلومة إزاي وصلت لبيراميدز أنه هو يقدر يبعت والأهلي ما بعتش كل من يشارك في البطولة عنده فروط المسابقة من بداية المسابقة يبقى عنده خلفية أنه نحن في نهاية هذه البطولة المفروض أنها تبقى مباراة نهاية واحدة المباراة نهاية تبقى مباراة واحدة مش من ذهب وعودة وهيقدر لها بلد البلد مفترض أن النادي المشارك يقول خلوها عندي أو يعني أعملوا في سابقه أنها تبقى عندنا لو راغب ما في ذلك طبعا هو الدكتور وليد العطار بيقول كلام هو نفسه مش مختنع به يعني أصل شروط المسابقة بتتبعت يعني في شروط المسابقة اللومت عايزين تنظم أم لا وبعدين يقولوا أصل في اللوح الحديث ثاني بقى مع الشبير بيقول هل قال لي ما قدرش يطلب أصل ده الاتحادات هي اللي بتطلب شوف ما هو الله يرحمه محمود عبد عزيز في الكتكات لما قالوا أنت هتستعمان يا هرم خبوا كده خبوا الناس يشتغالها هتستعمان يا هرم لأن الحقيقة مبدئيا بس خلي بالك من نقطة يبدو أنه أستاذ وليد العطار ما قالش بالأستاذ وليد العطار وهو داخل على إبريم فهي نقال كده لشبير لا لا هي كمان النقطة في الجزئية دي الاتحاد هو اللي بينظم مش النادي ثانيا أنت جالك جواب الطبيعة تعرض على النادي جالي جواب هو النادي يعرف دي الطايم اللي انت تحدد لك في نهاية فبراير لا ده قال لك أن كل النادي بيجيله في شروط المسابقة لا ما هو طب وإلا لو هي كده كان الاتحاد الأفريقي ما بعت لكش ويعتمد على أنه كل نادي عنده من شروط المسابقة أنت الاتحاد الأفريقي بعت للاتحاد المصري وكل الاتحادات حدد له معاد جواب جالك تسعتاشر يناير وقال لك نهاية فبراير آخر معاد النادي الآلي أو نادي الزمالك لأنه في وقتها الآلي والزمالك موجودين في البطولة الآلي والزمالك يعرفوا منين أن نتحدد نهاية فبراير بالله عليك رقم اتنين هو الوداد اللي نظم تاني ثانيا أرجوك وبلاش الكلمة دي ما تلومش نادي على غلطتك السنغال السنغال اللي عندها فرقة اللي طلبت التنظيم ما عندهاش فريق الفريق الوحيد اللي شارك عندها في دور الأبطال خرج من دور الاربعة وستين في شهر سبتمبر سنة اللي قبلها وتقدمت وتقدمت نيجيريا اللي كانت تقدمت طلب وترفض وبرضو دي حاجة من سواءات الاتحاد الأفريقي إنه رافض ملف نيجيريا في الكونفدرالية وقال لها غير مستوف الشروط نفس الملعب في دور الأبطال اللي قال لها غير مستوف الشروط ادلوا الكونفدرالية طبعا أشكركم فضرية كيود كده وصغيرة على قدل يعني هي كانت المسألة أنت بتوسع للانتجاه بعد ما قالوا أن فيه تصويت للسنغال المغرب كسبت بالتصويت طلع قال لك لا ما فيش تصويت المغرب السنغال انسحبت ده كلام كله بيستعمى بعضه تدقوني كله بيحاول يجدب ويدارع على أنه الاتحاد الأفريقي وقع تحت قوة ونفوذ فوز الأقجع فوز الأقجع استخدم نفوزه وعلاقاته وشغل السنة كلها لصالح بلده ده يحسب ليه مع وضع في الاعتبار تاني هاني أبو ريدا مش ممثل مصر وفوز الأقجع مش ممثل المغرب الاتنين بيشغل المقعد الخاص بدول الشمال الافريقي في الكاف ومن سما في الفيفا فبالتالي هم المفروض يكونوا معنيين بمصالح الكرة كلها مش النطاق الاخليم الدائع هو استند أنك تعرف لو طلب وهو خادها المشكلة لو خادها المغرب كنت حتقوله أنت اشتغلت لصالح المغرب ولكن أنت ما طلبتش أيوة ففضلت أنه الاتحاد المصري ما طلبش أنا كنت أتمنى على الدكتور وليد العطار يقول بصريح العبارة ليه الاتحاد المصري ما طلبش لكن عايز ترميها على الأهلي بالمنطق بتاع المنطس عادلي زقها زقها بالعصائي أنت بتزقها بالعصائي دكتور وليد بس أنت ما شرحتش فيه الناس ما تعرفش عني زقها بالعصائي طب قولها قولها بتاعت العمد اللي قاعد عكيها لا يعني أنا كنت في البلد في كفر الزياد لا يعني جنب كفر الزياد مش هنشاير كل الجريمة واعدا لا لقما هي كفر الزياد وابن عبيتي هو يعني عمضة القرى فالغفير ايه زقها زم الناس كله هلو فيه لا فيه جثة لقناها في الترعة ما هو هو لما بيطلع اتضح بقى ان ده لما بيطلع حاجة زكده يقول زقها تطلع في البلد اللي بعدين أيوه يرميع اللي بعد بدال مدخل في سينديم أنا قلت لك البلد دي فضلت بتزق بالعصائي لحد ما جاهل اللي طلع الجثة وتحمل المسؤولية ويحاول صلحها فالدكتور وديد العطار بزقها بالعصائي على الاهل بس هو اللي صلى الاهل جنبه ده يدوب هيحدفها بالنفوق الصور لأ يعني هو الفكرة كلها انت مش عايز توجع دماغك ممكن ده لأحسن نظن لكن اللي عادي تتصدى للمسؤولية ما أنا بقولك أوه أنا على فكرة ما قلت دي في سياق ان البلد دلوقت بتتصدى للمشاكل وتحلها فليها فاتورة وتكلفة وأعباء فلازم نتحملها لان مش هنفضل نزوقها بالعصايا للأجيال اللي بعدين كتير كتير طيب الدكتور وديد العطار مع أبراهيم فاية اللوم على الاهلي يا تار الدكتور وديد العطار مع الكابتن شوير في اللوم على الاهلي نشوفه هل يعني مثلا لما وصل الجواب للاتحاد اللي كان برقصه سيد أحمد مجاهد ليه ما بعتتوش ليه الأندية آه بيرامدز بعت بس عرفت انه كان اجتهاد إعلامي دي دي حلقة مفقودة في الموضوع يا دكتور وليد أعتقد أن كان يعني كان حاجة غير مقصودة أو ما أجل ذلك هل على إدارة النادي الأهلي أي لوم في عدم مخاطبة الكاف يا دكتور وليد لا هو النادي الأهلي لازم يخاطب عن طريق الاتحاد المصر آه وأنه هو يعني الاتحاد لازم يخاطب الأندية فالأندية تخاطب الاتحاد ثم الاتحاد يخاطب الكاف ألا أنا بتكلم صح أقول لي صح مبتوط يا فاني لأنه برضو البعض يعني قال أنه طب النادي الأهلي ما خاطبش مباشرة ليه أعتقد كلام حضرتك كده بيبين أنه مش من حق النادي الأهلي على الإطلاق يعني طيب شوفوا التناقض دعوا بين اللي قاله إبراهيم فهي و اللي قاله الأستاذ إبراهيم فهي و اللي قاله كابتن أحمد شبير الأولانية الأهلي ما طلبش والتانية الأهلي ما يقدرش يطلب إلا من خلال الاتحاد طب بس تفسيره بقى وأعف حاجة أعمق مع كابتن شبير قاله طب و و قاله ده سهو 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 بس السهوة ده لو أنت ما بعتش الجواب للوزارة لكن ده أنت شلت شلت باند مهم أول باند شلت أول باند أهم باند من الجواب اللي بعته للوزارة لما أنت عملت إجراء عامد ما فيهوش أي سهو لأنك بعت الجواب و ده اللي قاله دكتور أشرف مبارح أمام الأستاذ رحمد موسى و قاله إحنا بنعمل تحقيق يعني يعني كان فيه حديث كده حتى شامل على الرياضة والناس اللي بتتجانسوا الحاجات دي حرص الناس ما أعلم في الرجل هنا برضو نقدر نقول الوزارة ما لهاش ده ما تعرفش إن كان مطروح إن ده إلا إذا طالع أستاذ واليد قال لا ده كان بالاتفاق مع الوزارة ده موضوع تاني ما هو عايزين حدا بس يقول لنا هو ناب الحقيقي عشان نعرف ننام الموضوع خلص ده ده و ده لكن التالت بقى كابتن متحد شلبي بعد كابتن أحمد شوبير و إبراهيم فايق متحد شلبي طلع قال لك لدى وليد العطار قال لي حاجة تانية نشوف الاتحاد الأفريقي يا جماعة بعت الاتحاد الكور و إنتوا ما طلبتوش وبالتالي كتأو أنا حبيت أتأكد بقى و طلبت وليد العطار عشان يخش على الهواء ما حدش دخل ولا حتى عضو في اتحاد الكورة قابل إن هو يخش كلهم كانوا قفلين موبايلاتهم فما بين الفاصل و الفاصل لقيت وليد العطار بيكلمني على موبايلة الخاصة اللي أنا حطته جنبي هنا آه يا وليد قال لي أصلي يا كابتن قلت له كلمة واحدة انتوا جالكوا جواب من الاتحاد الافريقي كذا كذا قال لي آه قلت له كلمة تانية أخترته أي نادي من الاندية الأربعة قال لي لا شكرا مع السلام فعشان أقول دي قضية كبيرة فعلا جيت اتحاد الكورة سرب وقال لك إيه قال لك إن فيه يبدو إن أحد الموظفين أو بعض الموظفين أخفوا خطاب الاتحاد الافريقي مش حاجز بها خطاب دلوقتي ده إيميل إيميل مش خطاب والإيميل بيروح على إيميل المدير التنفيذي للاتحاد المصري وقال لك إحنا عشان كده فصلنا 12 موظف بالرغم أنه ده غلط لكن أنا همشي معاك أنت فصلتهم من 26 يعني أنت عرفت إن فيه خطاب تم إخفاء من 26 طيب ما أنت عندك 27 وعندك 28 ما بعدتش ليه وبعدين الأهل الوليد العطار تالي يقول لك إيه أص الأهل يبطلبش مننا أن إحنا نبعد فإحنا ما بعتناش طيب أنت هل أنت بعدت للنادي عشان حتى تاخده على فكرة السنغال اللي هي قدمت تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل ما تنسحب ما عندهش فرقة تلعب في البطول لكابت المتحط ما أنت ما تحب توصل هو للحقيقة بتقبأ وشوغل ده هو ده شوغل لكابت المتحط تخليك كده ونبع على طول لأن الحقيقة وده الشغل وده الخش العقل يعني 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 الرجل صارت بمنطق شديد جدا أنت قلته لكن أنا مشفق جدا على الأستاذ وليد العطار لأنه يبدو أنه كان بيشتغل تحت توجيهات مش عارفة فالفص منها وما نشوف في الاجتماع بتاع التحاد الكرة للطارق ده حيتعرض للأمور دي ولا حيزقها بالعصايا لأن دي ما تتزاقش بقى دي ما تتزاقش لأن المسؤولية على الاتحاد كبيرة وده رأي الأستاذ حسن بالسكاوي عما لأقول للاتحاد الأفريقي تعملت على الانكازة وفين السنغال اللي تقدمت وليه تقول نيجيريا وجنوب أفريقيا بره عشان ما عندهمش المعايير بتاع التنظيم وتدي نيجيريا الكونفدرالية ليه الشكوك دي كلها ليه وضعت هلم الشك بعد أن طلع المسألة أنه إحنا 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 نرتكب أو جزء من الخطأ الكبير يعني بالجوابين اللي أنا تبعتك وأنت تتكلم عنهم وهم قدامي دلوقتي نعم أنا بستغرب قوي أن الواحد ممكن يغلط في كلمة عندما يجي يترجم حاجة لكن يغلط في الطوطين دا مش ترجمة صحيح مش معقول بجد هو النسفة من الاحتراف لعيب الكرة بس أو المدرب بس الاحتراف شغل الاحتراف في حتة منظومة والاحتراف في أي حتة في أي مهنة ما بيش أخطاء في الاحتراف التحدي تحمل مسؤولية كبيرة جدا في عدم العرض الدقيق لمسألة تنظيم دوري الأبطال السنة حضرك كلمت على منظومة محترفة وأن الاحتراف مش إنه متسبي برئيس اتحاد الأفريق ولا بأحمد أحمد ولا أي سحياته احتراف منظومة فالنهار دا لما باجي أشوف الاتحاد الأوروبي فبيعلن اليوم 20-23 النهائي في اسطنبول 20-24 النهائي في همبيدي 20-25 النهائي في أليانزئرين في ألمانيا وانت هذا الاتحاد الأفريقي لازم ألقي باللوم الشديد جدا عليه بيعلن 19 مايو والنهائي يوم 30 مايو ايه طبعا يلا في حاجة تانية طبعا يعني بتحدد رفضيك مش مية مية يعني بتتكلم بس على جزئية احساسنا كلنا أن في مؤامرة مؤامرة على نادي الأهل شوف المسألة الواضحة ما فيش أخطاء يا كابتن حسن إنما فيه تعمد والمعلومات التي كان يحدث تسريبها بأنه عندما يسأل الاتحاد الدولي أو الاتحاد الإقليمي عن أمر يسأل الاتحاد الوطني بتاعنا اتحاد الكورة عن أمر أو بيانات تخص لاعب تخص مشكلة تخص نادي ما كان في كل الأحوال الاتحاد يرد بكامل المستندات لكن كان دائما الرد على قدر أن يعني يخليك ايه هقولك حاجة ودي مسؤول الهالي مش هقول اسمه دلوقت ولا هتقول لي بعد الهو هقولك بعد الهو وأنا هقول للناس عايز تقول مش هتقول أنت كمان لا الموضوع عدم قوي ده كان بسبب مشكلة جنوب أفريقيا وإيقاف الكابتن على ميهوب وابتدى النادي الأهلي والكابتن طريق سليم والمشكلة إيقاف الكابتن على ميهوب كان في حاجة كده كان في حاجة ده في ماتشة 94 بتاع زمانك كان 93 وقتها 94 كان في حاجة يعني اللي اضطرد في يوسف اللي اضطرد في يوسف حصل حاجة وعقوباته والأهلي في بوادر أزمة لا 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 كان بتاع حمزة الجمل حمزة الجمل كان الكابتن حمزة الجمل أنا افتكرت الواقع كليل أو دلوقتي الكابتن حمزة الجمل كان اتوقف سنة فالتحاد الكورة ورح بن ياس الإماراتي فرح بن ياس فالإسماعيلي شاله من القيمة عشان يستفيد من مكانه فأصبح لما يرجع لازم يمضي أكنه لعيب جديد بيمضي استمرات وحاجات كديد فالكابتن صلاح حسني مدير الكورة كان مدير الكورة وقتها هو اللي سافر وتفاوض معنا وانتقل إلى النادي الأهلي وبقت مشكلة كبيرة جدا قاعد المسؤولين قال لهم أنا هحلها لكم إزاي قال لهم حسأل السؤال إيه اللي تجيلي الإجابة اللي أنا عايزها انت ما قلش الاسم بس أنا بقول الدكتور عبد المعمار لا والله هتفاجأ بالاسم فإيه اللي إيه اللي إيه السؤال بقى اللي اتبعد لعب ما قوف سنة سافر لعب في اتحاد آخر لما يرجع يرجع فين قالوا يرجع لنا دي ما قالوش إن إحنا اترفع من القايمة فخذوا الفاتوى دي ورجعوه وكان الكابتن صالح وقتها قال مش عايزين نصعد وممكن يتئذي فيها لأن كان فيه تلويح إنه حيتئذي جامد يعد لي خلاص رجع كل حاجة زي ما كانت وحلينا المشكلة يعني فالسؤال أنت بتسأل إيه عشان تاخد إجابة إيه قيس بقى على كل الأضايا اللي هي موجودة في الاتحاد الدولي اللي فيها أطراف ويجي لك طرف يقول لك أنا ما خدتش حق أهو في حكم صحيح بس الحكم ده بناء على مستندات جات له ولما الكابتن إبراهيم حسن لو وحا بإن عنده كلام يتقال فيه موضوع كبير قوي هو كان عارف إن فيه برضو سؤال تسأل للاتحاد المصري وراح جابها من طرف واحد برضو لو عايز تسألني هقولك روح يسأل إبراهيم حسن طيب بصوا بقى يا جماعة اتحاد الكورة وهو بيخبع الأهلي الجواب اللي كان ممكن يحدفوا له من فوق الصور وده إيميل حتى كان ممكن يفرودوا من غير ما يتعب نفسه خالص أو يرفع السماعة يا جماعة في كذا بس كل ده ما فيش ده يحصل مع الأهلي لكن في نفس الوقت الموسم اللي فات اللي بطولة الدوري أريد لها أريد لها إن ما تروحش الأهلي كابتن حسين لبيب يطلع بعد ما الرجل خرج من المسئولية يعترف إنه حاجتين فيه أخطر من بعض واحدة إنك تيجي عليك عقوبة ويتكتك وينسق مع اتحاد الكورة إنه محدش يعرف عنها حاجة لغاية لما ناخد الدوري أنتم متخيلين إن الكورة بتضرب الطريقة دي وبتسأله الأهلي ليه بيفقد بطولة الدورة السنة اللي فاتت اسمعوا الكابتن حسين لبيب وده كان رئيس نادي الزمالك في اللجنة السابقة نسمعوا اتنين ستة جواب بوقف نادي الزمالك فترتين قيد طيب أنت عرفت إن الزمالك اتوقف قيده اتنين ستة وما بلغتش ده أنا ما بلغتش مخلوق ما بلغتش حاجة ده صح؟ جدا لأن هو ده اللي كسمني دوري تماما لو كانت عرف أولا الناس كلها كانت هتطاض هيحصل لغة كتير جدا اللي قدرنا نعمله والأول مرة في نادي الزمالك إن الجواب ده ما طلعش غير بعد ما أخدنا الدوري وما حدش عارف عنه حاجة خال هو ده صح جدا انك تخفي طب هو ده مشكلة مش هي زي المشكلة دلوقتي ايه اللي بيتبعت و ايه اللي ما بتبعتش و ايه اللي بتحجز و ايه اللي حتى الجواب الواحد اللي تبعت جزء منه وتخفي جزء منه طب ايه تبعت للي اتحاد الدولي ترضى عليه في المشكلة تقول له ايه و ما تقولوش ايه مفيش شفافية مفيش حقيقة بتعلن لا في وقتها ولا الاطرافها ولا الوسط الرياضي ده ما سأل يا جماعة يعني انت عليك ان تنبش في مواقع الاتحاد الدولي عشان تعرف الحقيقة باستمرار لكن اذا كنت منتظر خير ان يطلع كده قدينة بالادلة هو التي لا تقبل الشك لا و ده صح اه جدا من وجهة نظره كراجل يعني استفاد من المغفر اه صح جدا بس هو مش صح ولا حق صح ليه ليه تخفي ليه وتخبي ليه وتأجل ليه طيب ده ما يخدم الزمالك واستقراره من وجهة نظره حتى ان كان ده على حساب الوضع القانوني في انك انت جات عليك عقوبة لكن لما تكون انت تتدخل كمنافس ازاي تعرض الاهل للضغط وازاي تخليه يلعب بشكل مضغوط عشان تخلص عليه ده برضو اعتراف الكابتن حسين لبيد بالدوري بيبقى تمانين تسعين في النية داخل الملعب وعشر عشرين العشر عشرين دول مكملين فانا النهار ده ما اخدنا على عاطقنا وبالاتفاق مع ميستر كارتلون وكان النادي الاهلي ما عندوش لعب الشراكه في بطولات افريقيا اما وفقنا الاتحاد الكرة وفقنا على شرط الاهلي يلعب مباريات وربعة واتفاقت مع ميستر كارتلون على حاجته قلت له احنا ما هنعمل كده بقينا فرقين عشر اتناشر بونت عن الاهلي ويتشز هيخلي الاهلي يلعب وهو مضغوط ومضغوط وفي نفس الوقت اخد انا الفترة دي اعمل لك معسكر يا ميستر كارتلون في اسكندريا لمدة عشرين يوم دي فرقة جامد جدا جدا في بطولة الدوري هو ده كلام كرئيسنا دي بفكر ازاي يستفيد من الظرف وازاي يطلبوا الطلبات ايه اللي حيحقها لاتحاد الكرة وسهل وده اللي انا بقوله بقى دلوقتي انت في كل توقف اللي الناس اللي بتقول النادي الفلاني موافق ان النادي الاهلي يتأجله هو عشان هو صورة ايه صورة استر كامفن دلوقتي عامل يقابليها البنك الاهلي كانوا قاعدين بيتمرانوا عشان المباراة دي بالذات لمدة طويلة معسكر وانت جاي ما عندكش فرصة لا تشوف هو عامل ايه ولا تشوف هو بيجاهز ازاي وجاي مجهد فبتحصل المفاجآت اللي انت بتبقى مستغربها والاداء اللي انت مش موافق عليه هو ده بالضبط واحد بخبرة الاساز او كابتن حسين لبيب قالك استفيد من الموقف هو في ايه يعني انا اجري وبعدين هما يضغطوا يجوا مرهقين خلاص هكون انا عديت ده بيحصل دلوقتي فمحدش هو نبي ينظر علينا ان هو ايه مظلوم يعني هو بقى بيعمل كده وعادي يصدر لك المظلومية كمان لا انت كل حاجة بتعملها لانت بتبقى لصالحك مؤكد يعني بس الناس يشوف الحقيقة اللي انا مش بقلوم حد انه بيعمل اي واحد يستفيد من موقف بشكل ما فهوش لفه على دوران هو حر لكن الطواطب انك تخبيه لجواب وتخبيه لعقوبة وتدفع لي فلوس وتغرمنا هو ده ده لنا يعني اتصدل وتصدل القوة انا وحضرتك واي انسان منصف طيب خلاص ما نقفل ملف فأفريقيا ونركز في الملف المحلي دي نصيحة الكابتن ميثم عادل النجم والمدرب العراقي نسمعه على ادارة النادي الاهلي وعلى جهاز الفني للنادي الاهلي وعلى لاعبين النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي العظيم ان يطوو صفحة نهاء دوري ابطال افريقيا وتفتح صفحة البطولات المحلية لان اليوم النادي الاهلي يجب ان يعود الى البطولات والانجازات بحيث لا يمضي موسم الا وفي خزائن النادي الاهلي بطولة محلية كانت اوقابية اللي حدث فيه دوري ابطال افريقيا خلاص انتهى ووصول النادي الاهلي انا من وجهة نظري مع كل ما احيط في الفترة الماضية يعتبر انجاز وسلب حق النادي الاهلي وهذا يكفينا على ان النادي الاهلي دائما هو المرعب هو الذي دائما يثير الخوف في نفوس الكل وهذا يمكن حالة شهدها الجميع ولمسحة حتى ان هناك شخصيات كبيرة عالمية يمكن وجهت الانتقاد للكاف في موضوع تنظيمة للبطولة طبعا على الكاف اتخاذ قرار جدا مهم اذا يريد ان يكون عادل ان يعيد نهاء دوري ابطال افريقيا الى مباراة الذهاب والاياب لانه على ما يبدو ان القارة الاسيوية والقارة الافريقية لا يمكن باي شك من اشكال ان يكون النهائي في بلد محايد لانه هناك بعد في المسافات هناك امور كثيرة يمكن تاريخية وهناك امور اقليمية تعيق ان يكون النهائي من مباراة واحدة كما يحدث في اوروبا اذا في القارة الاسيوية والافريقية يجب ان يعود الجميع الى مباراة الذهاب والاياب لكي نقطع دابر هذه الفتنة اللي حصلت في الفترة الاخترة متطفق ومختلف لكن انظر امور من زاوية مختلفة شوية عند اللي هو شايفها احنا دايما بنقول ماتشو خلص وقفل الصف حتى لو كسبنا بنقول نبص لللي جاي لماذا نتوقف الان ولازم نبحث الان ولازم ندقق الان احنا عايزين نوصل للحقيقة حتى نعري ولا يتكرر الامر بالشكل ده وحتى الناس تبتدي تشوف ماذا يحدث في الكرة المصرية لان تعرف لو الامر في الاتحاد الافريقي كنا هنقول نخود معاركنا الاخلمين من خلال رجالتنا ونضغط بقى في الحتة دي ونشوف احنا حالنا لكن اما وانا الامر دلوقتي اصبح هو عندنا خلاص استفاد منه الاتحاد الافريقي ان يحقق رغبات الناس اللي عايز جميل لكن هو عندنا لو لم نقف لو لم يكن هذا منقفنا ما تمكن الاتحاد الافريقي ان يتصرف على هذا النحو ولا الاتحاد المغربي ان يحقق مصالحه بهذا الشكل لا لهم الاتحاد المغربي طبعا لهم الاتحاد الافريقي لان ما يصحش يبقى ده رعايتك لكل بالمنظر ده لانك انت كنت قادر للوهلة الاخيرة تاخد الملعب طالما انك اتأخرت في اعلانه وطالما انك مش هتعلن اللي بعد ما تحددت اطراف المغربي ودخلت في فترة الشهر كان لانتاخده في حتة روح لحتة تانية وقعوا كان عنده نيجيريا بقولك رفض نيجيريا نعم بعد رفض نيجيريا بعدين تدعي يعني شغلانا كان مفهوم انت عايز تعمل ايه اه فانا مش موفع على حتة نسيب اللي فات لا واحنا واحنا بنتوى الصفحة عشان نبص المشوارنا اللي جاي لازم نطويها نصل للحقيقة ايوه والمسؤولين يقولولنا هيعملوا ايه في المشكلة دي عشان كل واحد ياختحقوا ما تتكررشي وعلى ما المسؤولين يقولولنا المخرج بيقولنا نطلع فاصل اهلا بحضرتكم من جديد اذا احنا الموضوع كل ما فيه الملف الافريقي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في مؤتمر صحفي موسع السنية عشرة ظهر السبت ان شاء الله هيكشف لاعضاء وجماهير النادي وللرأي العام كل التفاصيل بشأن هذا الملف لكن بعد ما استعرضنا بعض متلسان وبعد ما شفنا كل التفاصيل الاهل يا جماعة ما وصل الى هذا الحد الذي وصل اليه الان من القيمة اللي مفكر زي صلاح سالم يراه ظاهرة ثقافية مهمة في المجتمع ما وصل الى هذا الحد الا لان هناك في تاريخه الكثير من الشموع الحمراء النبي الاسماعيل داود واحد من رؤساء الشرف النادي الاهلي زي ما بقول لكم كل دول اضاء مسيرة هذا النادي العظيم ليصل الى ابنائه وعشاقي وجماهيره اليوم بهذه القيمة نشوف هذا التقرير عن النبي الاسماعيل داود هو احد العلامات المضيئة في تاريخ النادي الاهلي انه النبي الاسماعيل داود احد امراء اسرة محمد علي كان رياضيا يهوى العاب القوى وركوب الخيل التحق اسماعيل داود بالمدرسة الحربية المصرية سنة 1911 قبل ان يتخرج برتبة ملازم ثاني في يناير عام 1914 والتحق بالجيش العامل في فرقة السواري وكان قائد سلاح الفرسان في عهد الملك فاروق كما تولى رئاسة نادي ضباط الجيش رياضية كان النبيل اسماعيل داود هو الرئيس الثالث للجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من عام 1938 وحتى عام 1946 كما كان عضوا في اتحاد الكرة المصري في الفترة من عام 1935 وحتى عام 1945 ويعد النبيل اسماعيل داود من المساهمين في تأسيس النادي الأهلي حيث اشترى عشرة أسهم بخمسين جنيها كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية للنادي الأهلي عام 1922 ثم أصبح عضوا في اللجنة العليا أو ما يعرف باسم مجلس الإدارة حالية في الفترة من عام 1923 وحتى عام 1925 حصل النبيل اسماعيل داود على رئيس شرف النادي الأهلي في الثاني عشر من نوفمبر عام 1941 وتم التصديق في اجتماع الجمعية العمومية في 30 من أكتوبر عام 1942 كما يرجع له الفضل في ظهور نادي بلدية المحلة تحت مسمى نادي الأمير فاروق للألعاب الرياضية وقد حضر الافتتاح الملك فاروق عام 1937 وفي عام 1956 رحل الأمير إسماعيل داود عن دنيانا بعد رحلة طويلة من العطاء احنا بنقدم النماذج دي جماعة عشان تعرفوا جزء من تاريخ ناديكم وتعرفوا كيف بدأ هذا النادي وان هذا الشخص النبيل اللي من أسرها من الأمراء كان من أكثر الناس توضعا كان رياضيا يهوى ركوب الخيل وكان بطل من ألعاب من أبطال ألعاب القوة كان رئيس لللجنة الأولمبية كان عضو مؤسس في النادي الأهلي وكان رئيسا شرفيا للنادي الأهلي ولكن استوقفني خبر أنه لما دخل الجيش واتخرج كان الصراع في الحبشة بين الحبشة اللي هي أسيوب يعني وبشكل أشمل أكبر وإيطاليا اللي كانت بتحتل يعني مساحات منها وتطوع مع مجموعة من النبلاء والمصريين في الجيش الحبشي دفاعا عن أرض الحبشة إيه اللي وصل العلاقات بين الأشقاء الأفارقة إن النهارده ناس تخطط إنها تأذيك في نقطة مية تخصك وما لا تتواصل معك بالشكل الواجب التاريخ غريب جدا والمصالح غريبة جدا لكن الإرهاصات دي كانت ممكن تنبق إن يحصل تطور أفضل ويارتنا كعرب وأفارقة والله يعني نبوصل تاريخنا ونشوف نعمل إيه دي الواجب أحز النقطة الوضحة جدا والبرزة في تاريخ الآية يا جماعة بالذات في الحقبة الأولى لأباء المؤسسين دول كلهم من الطبقات الأرستقراطية في المجتمع وجهاء الأمة وقتها رموز الحركة الوطنية وجالسين على كمة الهرم الاجتماعي وكان وأكثر الناس حرصا على النظام وعلى القيم وعلى التمسك يعني ما يجي يقولك هو ما لاحظ أن الأعضاء مش بينتظم وكان فيه شركة ماسك البوفي قال لا الكلام ده لازم يتغير ولازم يتعامل مكان وصالون وبوفي تابع النادي فقالك النوعية الخدمة اتغيرت لدرجة حصد إقبال على عضوية النادي الناس يتفكر باستمرار في مصالح الأخرين مش نحن نقفل النادي علينا ويبقى النبلاء عادين مع بعض بلواجع دماغ القيم دي كانت رائعة في المجتمعات وهي دي بذرة قيم الأهلي تقليده جات كده عشان كده انت طالع النادي متأسس على منظومة قيم شوية حاجات زي بيقول وصغيرة جنبه بعضها بس كبيرة في معناها قيم متراكمة طبعا ويا رب كده كل شوية نقدر للكو حاجة مضيئة نقدمها لكو عشان تشوفوا حتى في العصر الحديث يعني عاجبني الرابط اللي انت جايبه رغم انك هتعرض دي النهار دا ولا لا يعني رغم ان واحد يقول لك اللي انت جايبني لعيب لسه ما بطل دي النهار تكلمني عليه لكن هكلمك عليه في معنى كبير قوي لا يختلف عن الدول السلف هو ده وقت يا جماعة الحقيقة لانه احنا شوفنا اربعة من بنات الكرة الطايرة ينتقلنا الى الزمالك وانا هنا بستعير كلمة الكابتن الخطيب لما سئل على انتقال رمضان صبح وشريف اكرامي واحمد فاتحي اللي بيرامد قال الحقيقة انا زعلان عليهم انا زعلان عليهم مش زعلان منهم ولا زعلان ليهم الالي مش هيقفل بس هم كاشخاص ادوا للنادي كانوا يستحقوا يحافظوا على علاقتهم بالنادي لمصلحتهم فالبنات اللي في لحظة ما فكروا هذا التفكير وانا من البداية قلت ده حق انساني بس تزعل عليهم انه لما ادوا مكان لا يستحقوا يكونوا لا ان بعضهم يا بعضهما مريم مريم متولي يعني انت كانت تكون بتيبكي لغاية النهار لا لو تقرى كلامها حتى كنا بنقول ما يصحش كده مع المنافس ايه التوتاد بتاعت كان فيها تجاوز يعني فكنا عايزينا تهدف وبعدين قبل ما يسافروا قبل ما يسافروا اخر خطوة لهم هما مسافرين كانوا بيكرموا من الكابتن الخطيب وبيحفزهم بقولوا مستنينكم بالبطولة فتسافروا وبيفطر معهم بتسافروا وانتوا بتتصوروا معاه وسعداء وحريق كلهن حريصات على ماشي صح 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 طيب كلهن حريصات على يعني وبيعكسوا السعادة والجمال هو ده بس لما تيجي تقول سبحان الله وعشان وانتوا بتنزعجوا كجمهور محب للنادي انه في ولاد او بنات لعبة او لعبات بيختاروا النحية المالية او بينحازوا للمصلحة المادية والمكسب المالي في علاقتهم تعرف يا أستاذ إبراهيم ما عليش أني أبي انا مش أصدق طعك يعني ماشي حد عنده ظروف ملحة ومحتاج المبلغ ده وشايف ان هو بس وهو طالع الذي طالع يشعرني بقلمه على فص عيننا وإحنا يعني تحتراف الله أعلم بظروف لكن يوما ما الحقيقة تبقى معروفة هتعذرون خلاص هيغفر ومسير الحقيقة لا أحس انك انت خارج متدايق وشاريني أما عدر يا سيدي العشرة ومع هذا يعني برضو نموذج النهاردة يا جماعة المهم جدا بنترحول عكس اللي احنا بنقوله العكس وبيضدها تعرف الأشياء عشان كده كان لازم يكون في أسرار الملك سلوك يعيش دائما أي إنسان يعمل تصرف هو ده اللي بيعيش صدقوني والناس بتفضل فاكرة لكل واحد كل حاجة الكويسة بتفضل والوحشة بتفضل بس الكويسة بتفضل دائما مضرب المثال اللي ضرب هذا المثال واتخذ هذا التصرف الكابتن أحمد صديق ولما ينتج ده من لعب زي أحمد صديق ممكن يكون مخدش من المكاسب المالية شأن غيره كتير من اللعيبة في الأهلي لكن شوفوه محترم قد إيه يمكن أشهر مبركة الكابتن أحمد صديق كان مفتاح تغيير ما صار النتيجة فيها الماتش بتاع أربعة ثلاثة اللي تفرّكت عليه أنا وأنت في جنيلة البيت في شابرامنط من خلال السريف اللي كان شريف اللي عندك لأنه كان مفتاح الفوز الحقيقة لكن الموقف اللي ما نسألوش نحب تسمع الأول منه حاجة وبعدين أنا نحكي لك حنشوف بقى الفيديو التاني في علاقته أو الموقف التصرف اللي عمله لأنه علاقته وحبه لله لدي حاجة لكنه عمل موقف تصرف الحقيقة مهم جدا خلانا نقول إن ده السلوك اللي يعيش دايما حكاها كابتن سلعب حفيز ووجه له التحية كتير لكن أحمد صديق بنفسه قال لك الأهلي أعطاني الكثير وتنازلي وتنازلي عن فلوسي له أمر طبيعي أنت متخيلين إنه لاعب بيمشي من النادي الآلي ويتنازل عن فلوسه متبرعا للنادي الآلي نشوف كشف كابتن سيد عبد الحفيز عن موقفك اللي طبيعي جدا يا كابتن أحمد لما حد بيعمله بيطلع يقوله لأنه هو موقف فخر يعني والله يا كابتن يزاول الحقي عشان أنا شايفها أنها حاجة طبيعية جدا لأن النادي داني كتير جدا جدا وأنا لو عدت مئة سنة عمولا ما كنت أسكر موقف زي كده أنا كمان من ضمن الناس اللي اتفاجئت جدا أنا كابتن سيد ذكره وتفاجئت أكتر برد فعل للناس لأن دي أنا عشانا أي حاجة أقولها شاهدتها تمجروحة جدا في النادي أنا خدت كتير جدا من النادي واسمي وحتى وجودي دلوقتي سبب النادي أن أنا كنت عضو أو طرف حتى ولو جزء بسيط في منظومة كبيرة زي النادي الأهلي فالنادي حق كبير جدا وفضل كبير جدا علي موقف زيادة كابتن هو كان ردي فعل طبيعي جدا أحكي لإلي حصل لم يوجد كابتن حاجة كنت عارف أن في 2013 دي كابتن الثورة ومزبور كنا عادنا فترة طويلة جدا ما كانش فيه حتى دوري والدوري مكملش فالدنيا كانت صعبة جدا كابتن مالية والأمور المادية في النادي كانت صعبة جدا كل الانديها في مصر فكل ده كان أمر طبيعي جدا أن نستحمله ونماشي الأمورنا مع ظروف النادي فقنا كانت نسيط طلب مننا ومن اللعبة كلها لأننا نحاول نتنازل عن 15% من عادنا بس الأمانة قلب بطارية كويسة جدا اللي عايز اللي موافق موافق اللي مش موافق بالفعلا وقتها وفقت مباشرة بعدها بيوم أو اثنين فوقيت أن أنا مش موجود في الموسم الجديد بعدها بيوم الظروف اتطرد أن هم يعلموا القيمة عشان التقييد الأفريكي تقريباً حاجة زي كده فوقيت أن الكالسات بيكلمني بيقول لي انت كذا كذا مش تتبقى معنا موسم الجاي فوقتوله ما فيش مشكلة خلاص يا كابتين فقالي طب بالنسبة لل التنازل للتنازل أنا بقول لك تعالي خد تنازل بتاعك اللي انت مش تتبقى معنا موسم الجاي يعني لو حاول ترجع فيها وخد الورقة بتاعتك ومش هنخصم منك حاجة فقط طبال كابتين لما تنازلت تنازلت حباً لنادي مش فكرة أن أنا موجود السنة الجاي ومش موجود يعني كرات دي فعلا طبيعي جداً وتلقائي في نفس اللحظة يعني حتى من غير ما أفكر يعني بس دا انت ماشي ملايش اللاقة كابتين طيب خليب لكم الموقف ده إيه اللعيب يتنازل تقديراً للظروف المادية بتوقف النشاط والأزمة اللي حصلت بسبب أحداث بورسعي وبعد كده أو بالأحداث اللي مرت بها مصر بعدها فبيعتنازل ضمن التنازل لسبب لا علاقة بالبطولة الإفريقية والقيد وكده ما لقى نفسه برا فكابتين السيد برضو بأخلاقيات النادي الأهلي قال له تا مش معنا تعال أخذ التنازل بتاعك لأن حقك تاخد فلوسك حقك بقى خد فلوسك بتتنازل إيه قال له لا أنا تنزلت وحباً لأك أنت عايز بقى أقولك موقف جميل جداً لقلعاً هذا موقف لهذا اللاعب العظيم أحمد صديق كان كلمة السر في تحويل المصارس صدقة شريف عفضي للناس لحد لا تقولك أحمد أحمد لأن بعد ما بعد احنا كنا منتفق على شريف وكنا تقريباً اتفقنا على الفلوس وكل حاجة وجينا القرار أنه حيروح الزمالك فأنا بكلم رئيس النادي قال لي والله يعني أنت والزمالك قدمتوا نفس الفلوس بس النادي له رؤية لأن كان فيه انقصام في المجلس وأنا ما حبيتش أعمل انقصام فلاقيت أن القرار يبقى واحد أنه يروح الزمالك قلت له طيب واللعب قال لا ما هو اللعب هو يعني رغبته طبعاً كان يجي النادي الآلي بس هو مش حيعمل مش حنوائف أنه يمشي لأن ده قرار المجلس قلت له طيب اللي غير القرار ده مش إن كان يبقى لك ميزة بالإضافة للفلوس دي قال لي ايه قلت له في ميزة فنية لأن الجهاز الكرة عندك كان طالب أحمد صديق كابتين أحمد صديق فقال لي وأنت تعرف تجيبه قلت له ربع ساعة رح تمكلم كابتين أحمد صديق كل الناس تقول لك ما تدخليش صفقة مش عايزني سيبني ده بياخد خرار في ثانية قلت له الوضع كذا والناس دي عايزاك وانت هناك هتلعب بشكل منتظم أكتر وحتحل المشكلة بكذا كذا كذا أنا بكلمك بصراح قرارك دي الوقت عشان هاللي يا كابتين وأنا أروح لإسماعيلي نادي كبير وحلعب وكل حاجة وحسبت وجودي ومسير أرجع ألوك تاني يعني فكلمتهم بص الاحترام والنظافة والشياكة فكلمتهم وكلمتهم كنت نحمد صديق لأنني كنت عارف أن الاتجاه إيجوى النادي ساعتها طبعا عملت الاتصالات عايزين نحمد صديق وعايزين المبلغ ده أوكي ماشي فكلمتهم وعشان كده الصفقة جات النادي الأهلي واخد بالك لأن بقى فيها ميزة مادية وميزة فنية في نفس الوقت وتمسك كابتين شريف عبد الفضيل بينا القوي جدا حسن الموضوع طبعا ده تحسن في ساعات يوم الانتخابات طيب أحمد صديق حبه للأهلي برهن عنه في أكتر من موقف بيتنازل عن فلوس وبيوافع على انتقال عشان يحل المشكلة انتقال في تبادل عشان كده أعتقد لما تكلم عن حبه للأهلي كان مهم كمان نسمعه يعني أنت العيب مثلا بيخرج من النادي الأهلي ثلاث مرات ولا شفنا منك قبل كده تصريح بتهاجم حد ولا تصريح مصرب بتنتقد حد دي لأنني بحب النادي لأهلي جدا يعني لو حصل حاجة من أنت بتقولها دي لو أنا كنت عملت مشكلة أو حتى تصريح ملوش معنى ما كنت شانا دواتي بقيت مدير أكاديمية الأهلي في الأمورات لأن كل حاجة في النادي بتتشال يعني النادي بيعارف كويس من اللي بحب النادي بجد من اللي بيخلص للنادي من اللي عايز عمي مشكلة في النادي فكل الأمور بتفرق فيما بعد حتى بعد ما بتبطل كورة صحيح ففي المقابل لأكيد برضو اللي بيحب النادي بيخلص للنادي فالنادي طبيعي جدا هيبقى ليه دور وده اللي حصل معي بالفعل يعني أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي إنها الحمد لله منصر كبير جدا بالنسبة لأنا هجيلك على الأكاديمية دي ونتكلم فيها كتير بس أنت عايز توصلي وقول لي الكلام ده أنه اللعيب اللعيب اللي يلعب في النادي الأهلي لازم يفكر فيما هو بعد لعب الكورة لا هذا الطبيعي يعني ما هو بقول لك اللي بيفرق الحب والإخلاص أنت بتحب مكانك أو بتحب النادي عايز يساعده بأي مكان وانت بتشوف فاللي بيحب النادي ما هيبقى ليه دور والنادي هيساعده وفي نفس الوقت هتخلص المكان اللي انت فيه فهتلاقي ربنا بكرمك ولكل اللي انت عايزه يحصل طب الكلام اللي قاله هيدا بقى مهم جدا لكن فيه ناس ممكن يقول لك أما بيقول الكلام ده عشان يشتغل في النادي اللي قاله وهو اشتغل لا ده هو خادر مقفوض هو بيلعب مكانش عارف هيعمل ايه وضحى بفلوس وضحى أي واحد تاني تقوله روح عشان أجيب الفلان يقول لك لا مش عايزني سيبني مالكش دعو بي أنا مروحش في صفقة طب هذا ليه ده في خمس دقائق حسن الأمر مش بيزايد بس شوف الصدق هو صديق وصادق متشلوا كمان لما تيجي تبحث على الحد تأمنوا على مسؤولة في النادي الآن هتجد أحسن من النماذج دي هي دي اللي بتتشاهل ولذلك استحق النادي عليها أن تسمعني نهادة زين النوالي قدمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شمخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبح على خير ودائما زين النوالي